الوربا عديت ايامي درت البلدان كلمة خمور نشوفي خجالك في منامي شوفي اذياب عليك تفور نسات اللي احنا ليك مالي من دماتك بناو الحصور ونسى واخوالك واخوالي نرجع لك ديمة ديمة وانطرفت كارا منحرفي زناقك التونسية بالخارج باش نتحاول نتوسع شوية في الموضوع هذي زمينة وديع برحومة موجود في ايطاليا وتحديدا بميلانو وباش نتحدث على التكريم الرباعي الراعي للحوار بميلانو بعد عن طريق السكايب كذلك زمينة زيادة السلمي موجود بمتار تونس قرطارج اللي الدولي وباش نحاول نتحدث ايضا معاهم بعد قليل عن طريق الربط المباشر ايضا اليوم باش نمشيوا البريز دايما عن طريق الربط المباشر باش نحكيوا على الدورة ثانية لأيام الاعمال تحت شعار تواصلوا لتتغيروا اكثر تفاصيل بعد ناخذوها في المباشر هذي بالاضافة كما قلت المجموعة اخرى من الضيوف معنا اليوم تابعونا في برنامجنا وخلينا نبدأ بروبرتاج الزمينة زيادة السلمي باش نتحدث فيه على الطلبة الاجانب في تونس نشوفوا الروبرتاج ومبعد مواصلين في البلاتو باش نستقبلوا مجموعة من الضيوف ونواصل في الحديث في نفس المجال تقريبا موسيقى 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 وصلت إلى تونس شهر أكتوبر لأبدأ الدراسة وكان عندي فرصة لي أزور قليلاً في البلد وزورت حتى الحدود الليبية وزورت تتوين ودويريت وشنيني كثير من الأماكن وماشاء الله هذا البلد جميل جداً والناس طيب جداً أحب هذا البلد وإن شاء الله ممكن في المستقبل سأشتغل هنا أحب كثيراً اللغة العربية لأن أنا كنت في إسبانيا أنا أسكن في طبعاً في لندلس وهناك كثير من الإرث التراث الفن العربية والمسلمين وأحب كثير من الثقافة أحب لغة العربية وهذه اللغة بالنسبة ليس اللغة العجنبية لأن هناك علاقات كثيرة بين اللغة العربية واللغة الفارسية وأحب كثير من الثقافة وأحب كثير من الثقافة لأن أمي فرنسية وأبي تونسي وهكذا أريد أن أدرس اللغة العربية بسبب أسلي وأيضاً لأن أظن أن اللغة العربية مهمة اليوم صحيح هم يدرسون اللغة العربية وهم يدرسونها في إطارها التونسي ونحن حتى في كتب محد برقيبة نكتب اللغة العربية المعاصرة يعني نعرفهم طبعاً بالتراث التونسي والتاريخ التونسي وبتونس وبما تصخر به من معالمة وخاصة تيبة شعبها وانفتاحها على كامل شعوب العالم أحب هذا اللبس تونس تقليد كثير كثير اشتريت في المدينة في السوق وأنا أحب كثيراً لأن السوق يعني موسيقى 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 يوم عندك وفد أكيد من الطلب الأجانب وخاصة أيضاً من التونسي المقيمي في القرص يجو لهذا المعلم يتبرك لها مخير من صورة هذه تشوف المدينة العربية والمدينة العصرية وأيضاً المخزون الثقافي والسياحي التونسي أحسن حاجة تتقدم من كلها ولا؟ أحنا نفرحوا كيجيونا وفود كيف من هكا بش يخذوا فكرة باهية على تونس ويقعدوا ديما يعرفوا إلي تونس راهي باهية والمنظر هذية في المدينة بش يقعدوا ديما يزوروا المدينة وما يخافوش من تونس ويشجعوا ويسوقوا الكلمة الباهية ويبدأوا مرتاحين وإحنا معناتها عنا ثيقة في الناس الكل بش ترجع تونس كي العادة وتتعدى الأزامات هذية الكل إن شاء الله تونس ديما بخير وإن شاء الله نحنا نبدأوا ملمومين الناس الكل بالمرة أشهد شيء كجميل كذا ومن هنا يمكننا أن نرى يعني الطبيعة والجبال والمدينة الحديثة والقديمة وكل شيء يعني البيوت سعيدة معنا فرحانة اليوم نعم جدا عنا من أوروبا ومن آسيا ومن أمريكا ومن أفريقيا ومن كل العالم يأتون لدراسة اللغة العربية بالمعهد عندنا دروس تنقسم إلى دروس شفوية ودروس كتابية كل درس يقدم يتداول على درس أستاذين عادة إضافة إلى الدرس النظري الذي يقوم به في القسم هناك زيارات ميدانية وهي في برنامج الدروس التي نقديمها تكمل الدروس التي نقديمها في القسم مرحبا من جديد بكل مشاهدينا مشاهدينا إذن هذا كان الروبورتاج وبشو نواصل تحديدا حديثا على الموضوع هذا تعلم تعليم اللغة العربية للأجانب وحبيت نرحب بسلمة الهرابي مرحبا بك سلمة أستاذة لغة عربية للناتقين بغيرها بمعهد بورقيبة لللغات الحية مرحبا بك سلمة مرحبا بك شكرا على الاستضافة حقيقة أنا سعيدة بهذه الفرصة التي تحتموها لنا في برنامجكم هذا وهو خاصا موجه لجاليتنا التونسية بالخارج وفي إطار في هذا الإطار خلينا نستقبل ساعة ضيفية نعم معنا أنا هوري من اليابان مرحبا بك أنا مرحبا نرجس السامدي من إيران مرحبا بك تهياتي وتهياتي الشعب الإيراني لكم والشعب التونسي العزيز يعيشك شكرا لك خلينا نرجع معك سلمة شوية يحكي ومليح بالعربية يظهر لي تعلموا اللغة العربية وبالتونسية بالتونسي بالدرجة نحكي بالدرجة خلينا حكينا شوية على التجربة هذه معهد برقيبة للغات الحية عندها سنوات طوالية طبعا أولا معهد برقيبة هو منارة علمية تفتخر بها تونس هي مؤسسة عريقة تأسست منذ سنة 64 وتسعمائة وألف وهي تدرس اللغات الحية واللغة العربية هي اللغة الحية أيضا للأسف أغلب الناس حتى أن تحدث مع المواطنين في تونس يعتقدون أن معهد برقيبة يدرس فقط اللغات الأوروبية واللغات الأخرى وليعرفون أن معهد برقيبة يدرس اللغة العربية بالأساس وعندنا ما شاء الله طلب قدامة درسوا في معهد برقيبة وهم الآن حتى شخصيات عالمية من إفريقيا ومن أوروبا فقط أردت أن أقول أختي يصر بما أن برنامجك موجه لجاليتنا بالخارج أدعو جاليتنا بالخارج إلى توجيه أبنائهم لتعلم اللغة العربية في تونس في معهد برقيبة اللغات الحية ونحن نرحب بهم ترحيبا كثيرا وخاصة أن هناك امتيازات لأبنائنا التونسيين كيف يشتوق التجربة مع الجالية؟ يعني نفس التعامل مع الأجانب مع أنت اللي هما ربما ما يعرفوش اللغة بالكل كما تتعاملوا مع الجالية التونسية لنجم يكون فما البعض منهم يعرفوا شوية اللغة العربية لكن ربما نفس البرنامج نفس الطريقة نفس البرنامج لأن احنا أخت يصر يعني طبعا الطلبة عندما يعني يسجلون أسفة أنا أتكلم بعربي فسحة أتكلم بالتونسي خذ راحتك أنت يحكي بالدرجة أنا بلي تحب خذ راحتك حتى أقرب صورة لخاصة المواطنين بالخارج يعني وقلي سجل في معهد برقيبة مواطنين بالخارج يفهمك بالدرجة أكثر نعم يعني وقلي سجل في معهد برقيبة نحن يعني نقوم بامتحان المستوى ونصنف الطلبة حسب مستوياتهم عندنا المستوى المبتدئ ثم المستوى يعني الأول وفيه ثم المستوى الثاني الثالث الرابع الخامس حتى المستوى السادس نحكي شوية مع أنا هل ممكن نتحدث قليلا عن التجربة تعلم اللغة العربية بمعهد برقيبة اللغات الحية؟ أنا الآن أدرس في مستوى الثالث وأنا أدرست مستوى ثاني منذ أكتوبا وهذه فرصة صعيدة لنسبة لي لأن الدراسة في معهد برقيبة احتوى درس كتابية ودرس شهوية وأنا في اليابان أنا لا يمكن أن أتكلم جيدا لأن ليس عند الوقت تتكلم ولكن الآن أهيس بتحسيني في اللغتي أنا لماذا اخترت تعلم اللغة العربية؟ في بداية أنا أريد أن أحصل الأمل مرتبطة بشركة الوسطة ولكن الآن أنا أهيب اللغة العربية وحروف العربية جميلة فقط يعطيها الصحة شكرا لها والله مثلا تصور مجهود كبير قامت بي حتى تتعلم اللغة العربية نعم أختصر يأتوننا من بقاع بعيدة جدا يعني من جميع أسقال العالم ويتحملون مشاق السفر ويتعلمون اللغة العربية يعني بكل سرور وبكل صحيح نرجس نفس السؤال تقريبا كيف كانت التجربة تعلم اللغة العربية في المعهد؟ في البداية أنا قريت درجة توانسية في معهد بوركيبا لأن أنا حبيت أن أفهم اللغة توانسة وبعد الآن تقريبا خمسة أشهر أنا أقرأ العربية الفصة المعصرة وبنسبة اللغة العربية اللغة الغنية وهناك يعني كثير من العلاغات بين اللغة العربية واللغة الفارسية متعانا وأيضا لأن اللغة العربية اللغة الغرآن ولغة الإسلام وهذا يعني لأن أنا بدعت أن أغرأ اللغة العربية وفي معهد بوركيبا يعني الدرس قسمين يعني قسم الشفابي وقسم الكتابي والأساتي هذا ما شاء الله جيدا ونحن نفتخر بهم واحنا نفتخر كذلك بيكي يعني بالحقس تحكي بلغة العربية في المدة قديش نرجس تقريبا من التعلم والليوهاك يحكيوا بالعربية يعني كما قلتك أخت يسر فما ثلاثة 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 سنوات لا لا حتى أقل يعني ممكن في دورة أولى ويدرس مدة شهرين يتكلم معناتها نجموا يندمجوا قليلا في المجتمع التونسي معناتها هل استطاعت الإندماج في المجتمع التونسي؟ الشعب التونسي شعب المتصامح وحنون جدا ويعني تجربتي في تونس تجربة جيدة يعني أنا إن شاء الله في المستقبل أنا أريد أن أعيد هذا التجربة وعندي أصدقاء تونسيين وماشاء الله هم متسامحون ومثقفون وتجربة جميلة وأنت وليت عمدوا بصداقات حتى في تونس يمكن هذا يسهل حتى تعلم اللغة أكثر كيف دفما تكوين صداقة مع تونسيين يسهل عليك تعلم اللغة العربية؟ لا اللغة العربية صعبة جدا ولكن أنا أهيب اللغة وهذه يعني بسبب جميلة اللغة أنا أدرس اللغة العربية نحن ندرسهم حتى اللهجة أختيصة كيفاش؟ اللهجة الدرجة بتاعنا؟ نحن ندرس لهجة تونسية لتسهيل اندماجهم في المجتمع التونسي وأكثر تعريفهم بتونس وبيع ما تسخروا به يمكنوني بالحق يمكنوني تعلمهم يتعلموا الدرجة يكون الاندماج ومشي تعرفوا على المجتمع بتعنا أسهل لأنه بالتبعاء نحن نحكيه بالعربية بالدرجة أكثر من العربية يكون أسهل بالنسبة لهم علمهم اللهجة ونعرفوهم بالتقليدي التونسي واللبس التقليدي ونقيم حفلة في كل آخر دورة يلبسون لبس تقليدي تونسي ويغنونها حتى بالتونسي نعم للأسف هذه الفترة الطلبة منشغلونا بالامتحال لذلك لم يحضر العدد لأنه عندنا امتحالة لسبوع المقبلة حسب تقريب قديش عددهم الأجانب اللي يتعلموا اللغة العربية في تونس يعني تفيد علينا أعداد ما شاء الله ولكن في الدورة الصيفية يكونوا الأعداد أكثر لأن الطلبة هم في إجازة فيفيدون علينا من أوروبا ولكن في وسط السنة الجامعية يكون العدد أقل ولكن بالمئات هو يعني يأتي هنا بالمئات والجارية التونسية والجارية التونسية أيضا ما أعتقدش إقبالهم على تعلم اللغة العربية في مركبة اللغة لأننا قبل يعني لباس بي وما شاء الله عندنا عداد لباس بي كما قلتك خاصة في العطلة الصيفية أيضا نفس الشيء يعني حتى تونسا يجو في السيف أكثر من السنة يعني من وسط السنة الجامعية يعني مثلا كما شاهدتم في الربرتاج الطالب عيسام يعقبي هو تونسي وهو يعني فرنسي تونسي ولكنه يعني يدرس في تونس يعني هوني ممكن نختم معاك نرجس سلمة سمحني شنو الدعوة اللي توجهها للجارية التونسية بما أنه احنا نتحدث على الجارية التونسية شنو الدعوة اللي توجهها للجارية التونسية حتى يقبلوا أكثر على التعلم اللغة العربية شكرا لك أخت يسر أنا نوجه دعوة للجارية جاليتنا تونسي بالخارج أنا يعني توجه أولادها أبنائها لتعلم اللغة العربية في معهد برغي باللغة الحية لأنه يعني عندما يتعلمونها يعني وقت يتعلموها في دول أوروبي أو دول المهجر مينجمشي لا يستطيع معناها لممارستها لكن في تونس يتعلم وفي نفس الوقت يعني يطبق تكون تجربة أحسنة في نفس الوقت يتطلعوا على تاريخهم وهويتهم شكرا لك سلما يعطيك صحة على المجول اللي تعلموا فيه وتحية بتبيع لكل الأسئلة الموجودين في معهد برغي باللغة الحية طبعا نحي زماليتي وزماليتي في معهد برغي باللغة الحية وجميع الإطار الإداري ولا سيد المدير سيد فتحي نقا أنا شكرا لك على الحضور نجس كذلك شكرا لك فقط اختصر سمحني أردت يعني أن الطالبة أن توجه رسالة يعني زم ولائها في اليابان حتى باللغة اليابانية تدعوهم إلى الإقبال والدراسة في معهد برغي باللغة الحية تكلمي باللغة اليابانية أنا كونيشوا أرواحنا ما نفهموش قالت عادتي تفهم طوال قالت لهم موجهت لهم الدعوة بشي توجهوا التونس يقرؤوا اللغة العربية نعم هذا هو ونرز وزي لازم ولائك يعني بالفرسي نعم سلام عرض مكونا بخدمات هم بطن عزيزهم دار إيران وبشون توصيح مكونام كبتونس بيان وتجربية ومزيش الزبان آرابين ودارين كشفر زبا داشت باشا شكرا شكرا لك يعسيكم الصحة شكرا لكم محطة احنا لازم نتعلم اليابانية عادة والإيرانية ما قادش يحبنا زعم باي بش نواصلوا توا مع روبرتاج و بش نمشي و قبل ما ناخذوا مبعد زميننا وادعوا برحومة طريق السكايب بش نمشيوا الروبرتاج يتحدث على مجمع ريئادة الأعمال بباريز من خلال الفقرة هذي ثم مواصلين مجمع ريئادة الأعمال في أوروبا لجي يو يعني هذا المجمع يعني كان من جملة يعني مشاريعه سنة يعني 2011 يعني في شهر ديسمبر يعني تم بعث هذا المجمع وفي شهر ماي 2013 يعني كانت كان لنا أول لقاء يعني مع المستثمرين التونسيين ورجال أعمال يعني جاءوا كل تقريبا يعني من عدة بلدان أوروبية وتم تشريكهم يعني في هذا الملتقى نعم اللي دام تقريبا يعني دام يومين وليلة كاملة تمكنوا من خلالها يعني من اللقاء بعدة وزراء ورؤساء مؤسسات يعني رسمية تونسية وكان هذا المجمع تبعث يعني تحت عنوان يعني تونسي استثمر للمستقبل ولقاء يعني نجاح كبير حيث معنا تم يعني تطرق إلى عدة مواضيع من جملتها يعني حاجات البلاد وحتى الأشكاليات والصعوبات اللي تلقاوها يعني الرجال الأعمال المستثمرين لتسهيل يعني كل الأشياء هذه ويعني ربطهم يعني مع المؤسسات التونسية اللي تدفع يعني للاستثمار في البلاد الهدف الأساسي للمجمع أو لتأسيسه هو دفع الاستثمار في تونس بعد خمس سنوات أعتقد يعني مبين النظري والتطبيقي ما زالت فما مسافات صحيح مزات هناك عدة مسافات لأنه مزات هناك يعني عدة مشاكل إدارية خاصة يعني يعني في كثير من المستثمرين يعني تعرضوا لعدة إشكاليات يعني إدارية وأحنا نتمنى أنه نرفع التحديات هذه ونسهلولهم يعني الإجراءات الإدارية حتى يتمكنوا يعني من بعث مشاريعهم وتطوير يعني المشاريع في البلاد التونسية إن شاء الله في برنامج آخر كنا معنا أعددنا يعني في المي سيكي لوليل دو فرانس يعني في السنة 2014 كنا رفعنا شعار غيو سيرون فرانس وينفستيرون تونيزي إلا أنه يعني نتيجة للأشكاليات يعني في الجزء الثاني يعني من الشعار يعني أنفستيرون تونيزي فضلنا أنه نشجع أكثر على غيو سيرون فرانس حتى نتمكن يعني أكثر في مرحلة قادمة في مرحلة قادمة باش أنه نستثمر في تونس يعني كان الشعار هذا ترفع فالآن يعني في الموعد القادم الذي نعطيه إن شاء الله للرجال الأعمال يعني بشكون كما قلت يوم 2 أفريل باش ننن نركز على أكثر شي هو يعني لننشح في فرنسا أو أوروبا بصفه عملу ليش خاصية في فرنسية نعم والموعد هذا بش يكون يعني بش يحضره فيه يعني ما يقارب 150 درجاء الأعمال ومستثمر أعطينا له عنوان يعني إيشانجي پور شانجي يعني تبادلوا لتغيروا يتم عملية يعني إيشانج دو كاردو فيزيت ويعني يتم في إطار طاولات مستديرة يتم الحديث وتطرق إلى عدة مواضيع على حسب الاختصاصات على الرجال الأعمال وثم فيما بعد يعني يتم النقاش وكل رجل أعمال أو مستثمر اللي يحب يأخذ الكلمة ويعرف بالشركة متاعه أو بالمشاكل اللي تعترضه أو يعني هو يطلب يد المساعدة ولا غيره يعني يتم يعني خلال جلسات هذه معنا نحطهم يعني في يعني عن كونتاكت يعني مع رجال أعمال أخرين يكونوا معنا مزال شوية وقت لأي متادية يعني اللي يحب يلتحك بيكم ما هو سياغ التواصل يعني في الشبكة يعني في الفيسبوك يعني متاعنا جي يو كونتاكت جي يو جروب اكزاكتما يعني يمكن يعني فيما في ورقة للتسجيل يعني في معنا فومولار دانسكريبسيون لنسنا قد تنجم تسجل ثم نحن نتم يعني فيما بعد في مرحلة قادمة نتصل بهم ويقد تنسيق العمل إن شاء الله يعني السيط متاعنا سيط انترنت اكتوالما يعني ما زال معنا وقفناه لانه قاعدين عمله في ميزة جور متاعه دانسكريبسيون نعم ولا جي اي اي يعني تيري انفست.org وبالنسبة للباج فيسبوك يعني الريزو سوسيال دانسكريبسيون جي يو جروب يعني ممكن أي واحد يتصل ويشوف يعني كل الأعمال اللي قمنا بها في مرحلة في مرحلة سابقة وحتى يعني للتسجيل في الموعد القادمة إن شاء الله منزيد نحيي كل مشاهدينا ونواصلوا معكم وطوو بش نمشيوا عن طريق سكايب بش نحكيوا مع سيموحمد الحمزيوي عضو مجلس ريادة الأعمال بباريز وبش نتحدث على الأيام في دورتها ثانية لتحت شعار تواصلوا لتتغيروا في باريز وبش نحكيوا بالأخص على الاستثمار والتعاون بين رجال الأعمال مصلحة تونس ككل معنا سيموحمد الحمزيوي معنا سيموحمد ديزمع فينا عسلامة سيموحمد ألو عسلامة عسلامة مرحبا بيك وبيك أكثر يعيشك شكراً على استضافة واختي يسر يعيشك مرحبا وشكراً يعني للبرنامج هذي هو شكل بالفعل قناة تواصل بين المواطنين الخارج محمد تعطينا فكرة على الأيام في الدورة الثانية هذا الملتقى هذا عنده هذه الدورة الثانية ممكن نخذ فكرة على الأيام وبتبعى اللي جد تحت شعار تواصلوا لتتغيروا بالفعل هو بالبداية بسميه بس جميع الملططين في الشبكة هذه يعني أحكم شهداء الوطن ونوجه شكر بير ورسالة أجلال بجل الأمن والجيس الأفضاني والأهالي الجنوب يدادوا على البلاد هذي وخطؤونها من الملططيات يعني حتى وسط أرواح ومش خسارة في بلادنا ومش خديمة بلادنا أهامنا أختي يسر وفي إطاق عمل مختصر لدعم حضوظ الإجراء العمال وأصحاب السريعة وبانسبة الخارج وسعيا منه التوسيع رقع الشبكة تم الاتفاق على النسخة الثانية من الجورني بي تو بي يعني النسخة الثانية من الجورني بي تو بي نذكروا نحنا النسخة الأولى كانت في الميسيكل دي كونسيجيونال دي دي فرانس اللي ألو نسمع في كمليحة محمد نسمع في كمليحة نسمع في كمليحة تفضل نسمع في كمليحة الممتوسيجي اللي من خلالها قدمنا وخلينا يعني بأشارة العمال مستثمرية خارج تونس تواس خارج تونس يتعرف على بعضهم ولقات يعني دي زيكو بزيكو ونا ايتي غمارسي بور لكاليت ورشيسة كلها بزادة تخلّه بالمناسبة غدا يعني في لنباساب تونس في فرنسا تحت إشارات السفير مشكور نحن نحن توفي صدق التحذير للنسخة ثانية تحت شعار إي شانجي بي شانجي والعالة ترجمة الأقرب للمعنى هذية هي تواصلوا لتتغيروا وبالطبيعة التغيير لنا ما يجب ناجم يكون كان تغيير نحو الأفضل يعني لو كان نحب نعرفه شوية لو كانت سمح لي تفضل بش هذات بش يصير بالليفل مو عالية اللي فينمون بش يتم نهارة السبت 2 أبريل 2016 وقررنا نحن بعد دراسة استراتيجية نتاع المجمع في سنة 2016 قررنا أنه يتم التركيز على تعزيز قنوات التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين خارج تونس والتركيز على توسيع رقعة المجمع يعني رجال الأعمال يعني نحب نتعالوا قليات التعامل مبيناتهم نحبهم يحطوا اليد في اليد لأنه مجرد التعارف ولا مجرد التواصل يعني البسيط ما هوش بش يكون نافع كيما وقت يترجم التواصل والتعارف هذي على أرض الواقع أترى ذات دي زافاف أترى ذات دي بيزنات أترى ذات دي شيف وهذي هي اللي نحن نسعه لها دونك في الإطار هذي من جانب جيو قمنا بعدة يعني إجراءات كتحيين الموقع الإلكتروني وهو طو يعني أنت نقل الموقع في نسخة الأولى منه وبش يتم بعدين إدراج نسختين واحدة باللغة الإنجليزية والثانية مفيد باللغة العربية لون شوالي ناطق الموقع متاعنا بأكثر من ثلاث لغات وخاصة تم بش يتم وضع إن تلاتفورم أونلين بوغ ليشارج أنت تخصيص قاعدة بيانات مفتوحة للشركات حتى نسهلوا التواصل ونشجعوا التعاول التونسي مع التونسي في ميدان الأعلاق يعني محمد سمحني باش نسئل سؤيل فقط محمد هو البعد العالمي للمجمع اللي مازال لم يتباله أربع حالياً لحظنا كثاثة وتمارك الكثير للمخارطين والمتعطفين معانا في أوروبا ونحن نواصره نحن منذ انطلاق ونحن نسعاره للشمولية ونحرصه على الشمولية والانفتاح على العالم ولأنه زادة عن تاغم لازمنا شركات في الصين لازمنا شركات في الخليج لازمنا شركات في أفريقيا مشكن في أوروبا بركا ثم الفترة الثانية من اللقاء ان شاء الله اللي بشيكون طننا هات 6-2 أبريل بشيكون فرما أني شانج لي مبينات رجال أعمار رجال أعمار الكل يناجمون يأخذوا الكلمة ويعرفوا بشركاتهم وقالنا لزمباتي سور تيان زيدي يناجموا يتكلموا يقولوا شنو يحبوا يعني شنو لانتور دي proje اللي يحبوا الشجعات وبعدين عندهم طولات مستديرة كما تقدم زميلي يعني يتكلم فيما طولات مستديرة كما تقدموا يتكلموا يشوفوا وين كالسان السينارجي اللي نجمو يردتوا عليها بش يخرجون يعني زيدي نحن نفعل 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 وهذا هو الهدف من المدد محمد محمد تسمعني هكا يعني حسب ما فهمت هو الأيام هذه هي ما بين رجال الأعمال التوينسة فقط يعني للتعرف على بعضهم وحتى تكون المشاريع على أرض الواقع لكن فماش تواصل أيضا مع رجال الأعمال أجانب هما بيدهم ينجمش في الإطار هذا يكون مفتوح حتى على رجال الأعمال أجانب حتى تكبر معنا طريقة علاقاتهم هما كرجال أعمال التوينسة تتوسع الدائرة أكثر حتى على رجال أعمال أجانب اللي ينجموا يضيفوا للتجربة ككل سؤال مهم ياسر يعني ورجلان بهذا كنا يعني فكرنا منذ حبة نشأة المجمع مجمع رجال الأعمال المستثم نحن نجدو كلنا كلنا يعني الهدف من الأول لأمان المجمع هذا يعني هي التوينسيين المقيمين بالخارج التوينسيين المقيمين بالخارج اللي عندهم شركات الرجال الأعمال التوينسة وهم بتبعاتهم عندهم بيسون التوينسيين بيسون التوينسيين التوينسيين الأعمال يعني هؤلما شركاتهم أجنبية أكيد عنهم علاقات نصور مع رجال أعمال أخرين لذلك نحن كمش نجمع هؤلما نطمع انهم يقدمون الى التوينسيين المتاح يقدمون على بعضهم يعني نحن جيو من لألا فكرة ومن لألا وسيلة إشراف ولكن نحن نطمع انهم يحطون الى الانسان عنده يكون ايضا يترانج اللي يحب عالم شركات ولا يحب يدع عاملة ولا كذا هؤلما يعرفنا باهم ولا يعرفت باهم يصعر الاستثمار في تونس هذا هو محمد شكرا تفضل كان عندك كلمة فقط شنو باش تستم محمد تفضل انهم يشاركوا فيها اللقاء اللي بشيكون في شكل عشاء عمل وان شاء الله تكون ممتازة وغنية ونوجه نداء اخر خاصة للتونسة يعني البنوك مثلا من تونسية في الخارج يعني يكونوا موجودين لأنه هؤلما الكريون بتونسيال متاعكم كونوا موجودين نوجه زادها والحق يعني لقينا كل الدعم من عند سفارة وان شاء الله نوفوكم يعني بتدرو المو وتعلي بالمو هذا شكرا لك محمد يعطيك صحة شكرا لك محمد شكرا لك يعطي صحة محمد الحمزيوي شكرا لك بش نواصل وبحذية ضيوف حبيت الرحب بيهم كذلك ونواصل الحديث على النشاط بتبع الجماعيتي والثقافي في تونس بحذية زكريا الهمامي مرحبا بيك زكريا رئيس جماعية احنا تونس مرحبا ورمزي جبابلي مدير مهرجان سيكا جاز جاز الكيف مرحبا بيك عايش بلتلو فيك شكرا لك رمزي بي نبدأ معاك زكريا بش نحكي شوية على الجماعية احنا تونس وفما تظاهرة بش تكون في باريس قبل هذا كلمة على الجماعية اللي نعرف كون عندها سنتين مالية بدت تونشت كلمة صغيرة على الجماعية جماعية اي حاجة فيها تاقات تونسية شبابية ديما ندعمها ونكونوا ديما معاها معتا مفتوحة على الشباب صفاء على الشباب سيب المتاعكم وما الشباب ولا سيب المتاعنا الشباب وفي كل المجالات رياضة فن ديزاين كل شي تلقانا معناها موجودين معاهم نجيو شوية بدينيها بحاجة معناها من تونس ويرتونيزيا جمعت عندنا مستثمرين من ايطاليا ومستثمرين في تونس اللي هم معناها أصحاب معناها عندهم خبرات وكل شي دوك لم يناهم مع بعضهم وقلنا بش نعملوا متعرف تاو وليت السياحة في تونس ولا في العالم تبدلت معاها السياحة قلوا معناها جينيغال متاع سياحة وكل تاو في الجبولات كل حاجة احنا اخترنا نسيب المتاع اللي هو اليوم مش نعملوا تونس نعملوا السياحة تسمى توريزم دو كلوبينك اللي هو احنا قبل كان توريزم دو كلوبينك كان في تونس كلاسية معناها سين كيم في العالم احنا اليوم نحبو نرجعوا للمرتبة ذيك وما خير دونك شكونا قلنا معناها نعملوا نعملوا بابهم هذيك حاجة معناها مفروض منها لكن بشتول يجي معناها التلين اللي معنا والفرانسيس اللي معنا معناها يقدر يبدأ ثم الفستيبال بش يجي وطيارات معناها بالذمة لذيك معناها احنا نحن نخدمو هذه الشيال الانترنسيونان نحبو نعملوا كما اللي موجود في اي بيزا معناها انت اليوم يجي كل لوتيل معناها التوريست ما عايش بش يقول لك مثلا ياخدوا صورو مثلا في وطيل ويخرج البر يشري دابو زندق احنا ولينا نحبو سياحة اخرى بش نعاون بها البلد وكانت معناها البرجه ذا كان مدعم من وزيرة السياحة اللي كانت ديركتومان زاد المدير العام تاع الوانتيتي كان موجود ومدعمنا كيف كيف في فرانسا نسكل بالرسمي فما حاجة تحسها اللي وقت يلقاوا حاجة ديكتومو يحبوا معناها يقدموا القدر نرجع لك خلينا نحكي شوية مع رمزي وسيكا جاز وقت يبدأ بضبط المهرجين مهرجين سيكا جاز هو جاز بالكيف وسيكا خنبين همليح سيكا رايي نسبة إلى سيكا فينيريا اللي هو اسم الكيف الروماني القديم المهرجين هذا في دورته الثانية يبدأ من 17 إلى 20 مارس بفضاء القصبة بالكيف وفضاءات أخرى تاريخية زادة معالم تاريخية أخرى موجودة بالكيف سيكا جاز كما قلت من 17 إلى 20 فما كل كل ليلة فما زوز عروض جزء الأول وزوز الثاني في المجمل فما سبعة عروض في الافتتاح فما عرض الأول رسالة الجبال هذا عملنا حبينا قماش ما بين أحنا وخيان في القصريين بين جبال ورغ الموجودين في الكيف ومبين جبال السمامة الموجودة في القصريين وهي من مناطق مصنفة حمراء ديزون روج تغلغ اللي رهاب فيها وتحية للرعاة خطب شطلعه رعاة ترسان هذا كان سبكتاكل جزي يشرف عليه أخونا في التوزيع والتلحين أخونا سامي بن سعيد وهو انتاج خاص بالمهرجان المهرجان يخذيها على عرق ويشونتج العرض هدايا وفيه مساهمة أخونا صبري مصباح في إخر العرض بعد في الجزء الثاني فم الألماني المعروف ملك العود يسميوه اللي هو ربيحة أبو خليل في نهارة 18 مارس نهار الجمعة نحب نأكد بربر العروض تبدأ ستة متع العشية هتكشي ثمانية ونص ستة للسبعة غردرجين العرض الأول ومن بعد من السبعة واربعة للثمانية ونص معناه العرض الثاني قلت نهارة الجمعة 18 مارس العرض لول جروب لوليا ملكيف هذا أول جروب دجاز المعروف برشا غيون بيغي نهارة السبعة 19 مجموعة من تونس مجموعة جديدة في موسيقى بنينة يسر وبعض الأمريكانية المعروفة إيوكا نهارة لحد عرض وحيد باعتبار أنه يوم اختتام بشيكون مع الإفواري الفرنسي باكوسيري مع ستة تونس في فضاء القصبة كل عام سيكة جاز شنو الميزة متاعو شنو اللي خالي يختلف على المهرجانات الأخرى المهتمة بالجاز كما تجاز عكتها جوالا غير أولا سيكة جاز جاي في ظرف صعيب عمناول الدور الأولى بالضربة باردو نهار 18 مارس أحنا اللي افتتاح نهار 20 أثنين كيف كيف التحدي معناتها هذا الظرف الثنين أنه سيكة جاز حبي يخلي يفتح لسين يعني يفتح الأفاق للجروب التونس سيكة جاز يعمل إنتاجات خاصة بالمهرجان ويساهم في إثراء المشهد الموسيقي التونسي مايجيب كان العروض المستهلكة اللي جات من بره وبيدو ينتج ويحاول ينفض الإخبار على فنانين التونسا ونحاول نعمل حاجات مزيانين بتاقات تونسية وبإمكانية تونسية سيكة جاز في الكيف الكيف اللي هي بلاد الحضارات بلاد المسيحية الإسلام واليهودي في السيناغوغ بجنبها الجامع بجنبها كاتدرال في الكيف موجودين بثلاثة بجنبها في مئة متر مربع الكيف بلد الفيزيون موزيكال دو بي إكستون مش جديدة وإحنا العروض حتى عمنا في الدورة الأولى حبينا نرجع لإفريقيا شوية خطرنا سينا والتجارب الموجودة في السيكة جاز البرمجة وبكل في أصول إفريقية نرجع نواصل معك شوية خليني نحاول شوية منها بين سيكة الجاز وبين التظاهر في فريس نعم كله مضاعد وهذه همنا يسر بربي في الظرف اللي نعيشوه في البلاد وبالحق تحية كبيرة للجنوب والبنجردين والوقفة الكبيرة اللي وقفوها مع التوينس الكل ورغم اللي احنا نحاول ورغم اللوجيعة ورغم الألم ورغم هذا الكل نحاول باش نتحدث على التظاهرات ونحاول ان الحياة تستمر لأنه في هذا كما قلت انت في هذا قمة التحدي وهم نهبتوش يدينا خطرهم هذيك يحبوا معانيا باش نهبتو يدينا زاكري قتلي الحفل باش يكون في مكان جميل برشل والاختيار متاعه هو مقصود اسمه على جس كما قال أخويا سيكاتجات تصور انت كاسبا في وسط باريس وموليها تونسي اللي بالمونيس بمشكره بالحسن جبالي اللي هو أسير المدينة تستور دونك جاي قال أنا مع تونس دونك البلاسة على ذمتكم وأنا موجود معاكم والسيدة ذا معناها رستوران ذا معناها ومعناها لتابلسمان كلاسي سيزيام في اللي اللي زي تا معناها اللي زي دواء انسوليت في باريس عليش وزيد خدال ميك لتونسية وردها غافيني ومعناها هو اللي تتقدم لفرنسا لا ونعرف أنا لبرة فم برشة توينسا اللي ما انت بتصوروش قديش يبدو محافظين على التفاصيل الصغيرة متيعنا اللي نعيشو احنا في تونس ويحاولوا يحطوها عنفالغ للتوينسا اللي معناها يجلبوا بها حتى السياح مشكنة توينسا اللي انا قد ممشيت لكاسبا الكل نلقاها فرنسيس معناها اللي سوسيتي الكبار الفرنسيس معناها انا بيدي معناها من الول كمشيت زورت وكل اربع مرات بهت عخطر عبد قل لك لكاسبا لكاسبا غدوك يتخول في تونس لكاسبا يعرفوها هوا ما غادي هذيك احنا شحاشتنا حاشتنا بيش نخلطوا وقتيش الزات بظبط نهار 19 مارس ليلة الاستقلاب واخترناها بيش نستدعاو توسكي معناها الفرنسيس اللي هما كما قولوا نحنا اصدقاء تونس وهذيك بيش نعلن زادة اللي راهوا في تونس زادة للجالية معناها الجالية اللي في فرنسا وكلهم يجاو لتونس راهوا فما كما اللي بشتلقى في إيبيزارك بشتلقى في تونس على خاطر بشتلقى كل شي في تونس زادة نحب نقول حاجة بالرسمي فما ناس وطنيين وقاعدين يعاونوا فينا سواء إدارة سواء دولة سواء كل شي زادة الوطنية زادة مشكورة عنا زادة ديريك دوب ما قدمنا معناها البخوجي زادة راديو موزايك زادة كانت زادة معانا زادة كيف كيف تعاون الشباب دونك هذا الكل يد واحدة ما تصفقش دونك تعمل يدين الكل ونسل كل يعني يعني هوني أحنا تونس يقولها كل تونسي موجود البرة هو يمثل تونس هو سفير تونس البرة وبطريقة أو بأخرى في حديثه على بلاده هو ترويج للسياحة التونسية هو جلب لهذا أحنا فما حاجة زادة نلعب عليها القاعدين وقت اللي يجي معناها أحنا عليش نجيبه في الزاقتيس الكبار زادة سيكا جاز زادة حلوة برشة هذيك اللي يزمو يسير غدوة كيجيك كارتيس كبير وشيحكي غدوة على تونس هذيك أبيض وزادة مربوح لنا شكرا لك نختم معاك رمزي كلمة شو تقول على المهرجين ودعوة للمشاهدة المهرجين نعاوض من 17-20 مارس في الكيف إثناء سيكا جاز أعملنا تران سبيسيال اسمه تران جازي يخرج من برشلونة في اتجاه الكيف يقع تسعتين وربع يخرج كل يوم أيامات المهرجين التسعة غردرجين تاع الصباح هذي تران يكون مخصص للعالميين وصحفيين مخصص للفنانين حتى الفنانين الأجانب يخذوه ومخصص للزور منظمين ومخصص للي حبوا تفرجوا ب7 دينارات مع الأخيين في الأسان سيفتي ومشكورين 50% تخفيض على شرط يستظهر بالبحث أكثر من هك المهرجين ما هوش كانت جازك هوا الكيف الكل هوا بحدش المعتمدين بتاعها الكل بشيكونوا أنيمي من صغر للكبار من تسعة متع صباح هتكشي للوقت شكرا لكم يعطيكم الصحة يعيشك شكرا لك نقعد ديما مع الحياة الجامعيتية وبش نمشي ونشوف ريبرتاج جامعية نوبلي جامي نشوف الفقرة هذه وبعد مواصلين 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 بحضلين مواصلين في كندا أنا جريش مرادوين président الأمسل مواصلين نوبلي جامي للمشاهدة من الأمسل تنسي هذه تنسي تنسي من أصبحت في 15 ونقولون أننا في الكندايا ونحن هنا نحب نوصل إلى صوتنا ونحن نعاون الناس المسحقين في تونس ونكونوا موجودين مما في قلوبنا ونحن نعاون بلي نقدروا لذلك عملنا بلوزيغين ما عملنا حفلات هنا ومشيت المداخيل لكلها لتونس كلها مع وزارة الدفاع أو مع وزارة التربية في شهر المدرسة مع سينيجي جلول عاوننا زيدا نحن نعاون كما نجمع عائلات شهداء نحن نعاون بلوزيغين نحن نقول في مدرسة كما تتصلح في صغير كما تقوم بلوزيغين واحدة من أهم الأشياء التي نقوم بها هي أنبارين أخفلنا في تونس اسم ديار السبيل جماعيتنا في جميع صحيح صغيرة في العمر وتولدت في شيفري 2014 لكن الحمد لله كبير بلوزيغين 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 حصلنا على برشة تشجيع معنوي وشهيد من أهم وهو منقول لك شهيدة خذناها من المركز نهود بالمعاقيم بمثلين عن شهيدة أخرى زيدا مهمة جدا وعزيزة على الأقل بإعتهدنا لتاشة ميليتر وتعوزارة الدفاع بعدما عاوننا عائلات شهداء داميما زيدا حمد لله من قبل الجميع يتطلق منها في سفارة في الفرنس يتطلقون بليات شهيدة في جميع كما يتطلقون بلايفان لتعوزارة للأسفارة في الحقيقة ويجب أن تتطلقوا بلوزيغين وإنشاء الله يتطلقوا بصدقوا بإنتهار والعلاقات إن شاء الله فهم زائد رجال العمل المشكورين الذين يعاونونا في بلسجر الأمور لكي نشكر العباد الذين يحبون ويجمعون ويجمعون في الجامعية وعاونونا من أول نهار نشكر خاص بطبيعة للصفات حجلاتي التي موصلة للجامعية في تونس الذي يعمل في خدمة كبيرة وممثلنا أحسن تنفيذ نحب بأن ترحم على روحوية هذه زائدة التي نعم فيها الكل إن شاء الله يوصلوا نشكر راجلي ويقف معي برشا ويجمعون ويجمعون عائلتي الكل والدتي صغاري حبيبي وصحابي هذه المديرة نتعلم بلي جميع الناس الذين عاونتنا الناس الذين يعتقدون أننا ساعة السفير تونس في كندا والتشجيع التي نجدها ساعة القنصل الحقيقة الوزارات في تونس التي نقصدوهم مديرة ديارة سبيل الأحبيب والأصحاب الكل ونحب ننسى حتى حد كل ما نتعجب ومشكركم على فقتكم وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن ونحب نشكر زائدة الفانينة سوفيا سيدق التي عملتنا في حفلة من حفلات التي عملناهم ويجدت بنيفولمان في كندا إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن وإن شاء الله 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 جربة جرجيس مرحبا بكم مرحبا خلي نبدأ معك سي جلال لأنه ربما الموضوع هكذا شوية يعني لازمنا نتحدث فيه مؤخرا خرج خبار مش صحيح بالكل وخبار اللي تسبب ربما في النجم ونقوله معانتها بعض المشاكل بالنسبة لخرج الخبار كونه جربة منطقة مسكرة هكذا كيفاش خرج الخبر هيدا وكيفاش معانتها تنجم الإشاعة هذي كيفاش خرجت وبعد الأحداث أكيد منطقة بن جردين خرج الخبر هيدا كيفاش خرجت الإشاعة وشنو ممكن نتحدث في المجال هذي أنتوما شنو اللي ينجر عليها زي دمان الوضع ككل كيفاش هو وعلا وبعد الأحداث منطقة بن جردين كانت يقضى كبيرة ياسر من عند الأمن التونسي وربما معناها في التعليمات صرت معناها خذوا احتياطات كبيرة ياسر أمنية باش معناها البلاد الكل يأمنوها وهذا معناها نعود ونقول لها نشكروا الأمن ونشكروا الجيش ونشكروا كل الناس اللي وقفت باش لكن الإشكال وقتلي في الصباح بكري وقتلي بداي الأخبار يخرج اليقضى ذي اليقضى اللي كانت قوية ياسر من عند الأمن عطت فكرة اللي كانت جربة تسكرت وربما البطاح وقف بعض السويعات على خاطر فيهم ترتيبات أمنية جديدة تحطت والأخبار بصفة كبيرة ياسر خرجوا دولته وسائل الأعلامية التونسية في اللول وبعد دولته الوسائل الأعلامية لكل في الخارج ولات الجزيرة جربة بوكلي معناها برشة ناس حتى يظهروا لهم اللي الجزيرة كانت بقربة كثير على بنجردين هي تبعث أكثر من مئة كيلومتر ومعناها المشاكل في بنجردين والمشاكل في الحدود كبير لها عندها أكثر من عشرة وخمسة سنين عمرها جربة متنسجت بالشي هذي دولته حولنا باش الوزارة السياحة عملت قرار وبالاق قالتنا جربة مايش مسكرة في النهارتها في الوقت التسكير ويقول واحنا كنا مجتمعين مع وكلاء أصفار كبار ومدير العام تاع السياحة في جربة وكنا معناها على عين المكان وثبتنا اللي معناها من السلطة الأمنية وثامتنا من كل برايس اللي جربة مايش مسكرة قلت لك ففما ظروف تقنية هكا ربما البطاح يقود سويعات ما يخدمش وذا يتسير معناها باش يثبتوا حاجات القنتر القنتر قواه في الكنترول وشي معقول معناها عندك انتي حرب وعندك إرهاب في جهة في ولاية مدنية معناها شي طبيعي أن القنتر هي محمية وزيت قواه ويش حميها الأخبار هذا شنو نجرع لي فما حجوزات تقع إلغاءها شنو اللي نجرع ليه وكيفاش حاولت أنتم تتجاوزوا الوضاع هذا نجرع ليه حجوزات من الخارج معناها توقفت ونجرع ليه زادة حجوزات كثيرة معناها تعرف انتي توها وقت الأزمة السياحة الداخلية تولي تاخو مكان كبير في البلاد والسياحة الداخلية بدت تتأثر وبدأت تتحضر وبدأنا نفهموها وبدأنا نحضروها فيها على القرب الكل معناها الناس والتي تحجز الحافلات وبش تجي الجربة ويجيوا معناها بكل صراحة معناها احنا تعطي أمل اللي احنا في جربة معناها مشكلتنا اليوم ولا في الجنوب وفي السياحة مشكلة خدمة معناها هذي أمل إذا اللي يخدم في النزل هو بش يخلص الخدام أول شيء دونك الأمل هذي معناها حتى حتى عدد شبعدتك نشوفوا مع بعضنا سي جاليل السور هذي خليت تتعلق عليها انتي خير هذي معناها هذي سور متاع التظاهرة الكبيرة اللي صارت وهذي جربة هود هذي معناها هذي تقريبين ستين أرتيست أجنبي جاول جربة وزينوها وحفلوها وهذا هذي مثلا هذي الفيلم معناها على الثقافة معناها التصوير في الحيوت ستريت أرت هذي سيدي في من أكبر الأفلام اللي قاعت تشاف عن ستريت أرت وهناها كتشوف انتي معناها هذوما كان مجهود كبير ياسر عملناه في عملوك جربة التظاهرة هذي معناها تونسي عايش في مهدي بنشيق نشكروه بصفة كبيرة جاب يجيب ربعين ولا خمسين أرتيست وصوروا وفيهم برشة وانسة وعنا زوزوا ثلاثة وانسة مارفين وحياوا البلاسة معناها حتى في أماكن هذي معناها من حجم الحاجات اللي حتى في السياحة الداخلية معناها توا في الوقت هذا في مشكن الشاطر يعني هذي المحاولات شوف معناها هذوما ثلاثين ربعين واحد وذي مثلا دخلوهم الناس في ديارهم دخلوهم هنا في الحارة معناها هذي معناها تخلطوا متاع الأديان وذي التوليرانس وفي جربة شي كبير يسل وهذا معناها يوريلك اللي معناها هذي الشي معناها في جربة حنا كنا فيه معنا حتى إشكال معنا حتى معنا معناها الناس من الخارج تجي تصور وتجي تعمل وتمشي معنا هذا هو سي جليل نرجع لكم بعد وش نواصل وحديثنا وذي كما قلت مجهود كبير قاعدين تقوموا بيه وقاعدين يقوموا بيه العديد من الأطراف وش تبقى ديما جربة حية وديما فيها معناتها السويح موجودين والتوينسة وإن شاء الله معنا التثبت هو فقد لازم التثبت من معلومة يزولي في الوضعية هذه وهذا كنا هنا هنا نسيتم فمش كنا بحر في جربة روطة ما مرشى حاجات ماذا اللي هو دي حبينا أنه نوريهم الفيلم هذا وقلت كذا الفيلم اللي بلوفو في الستريت آرت في العالم نواصل سيريذا مرحبا بيك مرة أخرى مرحبا بيك عايشك سيريذا دي المناسق العام كما قلت لك ظهورة الأيام الرومانية تيس دروس شنية الأيام هذي من تسمية متاحة واضحنا يلدو مع تلف أيام تحديدا نختم على الأيام الرومانية بتيس دروس تيس دروس هو الاسم القديم لمدينة الجمب الأيام هذي 18-29 مارس بالمسرح الأثري بالجمب هو مشروع ممول من ترف المورد الثقافي بالتعاون مع وزارة الثقافة في نتاق المشروع اسمه تونس بلد الفن حاولنا بش نوظفوا التراث الروماني الكبير برشة في الجمب ونقدموه للجمهور وننشطوا البلاد ونشطوا السياحة الداخلية خاصة في هذا الظرف إذن عنا ثلاث أيام نحاول نعيش الجمب على وقع الأيام الرومانية من أنشطة تكون نهار 18-19 مارس بالمسرح الأثري بالجمب مش تكون فهمة ورشات ورشة الخزف ورشة للمسوق وكذلك ورشة عملاقة مواجهة الأطفال مش يشاركوا يصنعوا لوحات فوسة فوسائية صغيرة يحتفظوا بها كتذكار وكيف كيف مش نوفروا لهم إمكانية الالتقاط صور فوتوغرافية مع جنود لبسين رومان وذيوفنا الكل مدعوين باش يذوقوا الأكل الرومانية مش يكون فهمة مينو رومان للعموم أيام 18-19 مارس وفهمة برشة هدايا وبرشة مفاجآت لزوارنا نهار 20 مارس مش يكون كورتاج مش يكون فهمة كارنفال الروماني حوالي 60 ممثل الحاكم والجنود والحاشية والشيوخ الرومان مش يجبوا مدينة انتلاقة من قصر البلدية ووصول المسرح الأثري بالجمب هناك سيقام عرض فرجوي فيه الشعر فيه الرقص الروماني وفيه بالخصوص كومباد غلادياتوري أمنوها زوز غلادياتوريات من فرنسا اختصاصين في هذا المجال وبين ظفرين المختصين هذو ما مش يقوموا بورشة يمتدد أسبوع كامل في الجمب باش يعلموا أبلاء المنطقة الفنون هذية هذا هو سي بل جيسم كذلك تظاهرة أخرى وتنائب رئيس جمعية ربيع السياحة بالكتار فما تظاهرة أيضا سياحية بالكتار ناخدوا فكرة عليها نعم تظاهرة السياحية هي في إطار استغلال المروض الثقافي والأثري والطبيعي لمدينة الكتار مدينة الكتار معروفة أنها بها مواقع طبيعية متميزة الجبل والواحة والشط أو السبقة هالتنوع الطبيعي هذا بالإضافة إلى التنوع المعماري معناها هو الإرث الثقافي المتميز بها الجهة هذه بلد صغيرة حبينا نوضفها من أجل يعني الكتار أصبحت مدينة سياحية في ماي 2012 لكن عمليا لم تصر مدينة سياحية بيش تصير مدينة سياحية يعني بمن خلال تظاهرة هذه بمن خلال استقطاب الناس التظاهرة هذه فيها عديد الفقرات والعناصر فيها الصالون دولي للصورة الفوتوغرافية وبالمناسبة هي تحية لنذير الكتاري هذه لا فيش متاعكم نعم نعم هذه لا فيش متاع المهرجين نذير الكتاري للغاء بعيننا في ليبيا معناها إن شاء الله يرجعوا سياحة سفيان معناها سالمين كذلك عنا عديد الصهارات الفنية عنا معرض الأكل الغذائية عنا معرض في اللعاب الشعبية وتمتد هذه التظاهرة من يوم 19 مارس إلى يوم 23 وهذه دعوة لكل المستمعين والمشاهدين بالأحرى باش يواكبونا في التظاهر هذه خطر فما ما يتشاهف فما ما يتراه من خلال كما قلتك التنوع البيولوجي والتنوع الطبيعي في الجهة يعطيكم الصحة شكرا لكم أنا فقط اليوم حبيتها كفكرة باش ناخذوها على الأنشطيذ لأنه نتبرك الله العديد من الحفلات نختمع معاك بكلمة فقط على جربة جزيرة جربة اللي نحبوها ديما حية وجي ما مفتوحة للتوينسة والسياح ربي عندي أنا أزوز معناها في كلمة فقط من الموقت ما يسمح حاجة الأولى رأوا جريد جربة مفتوحة مرحبا بكل ورأوا السياحة الداخلية هامة جدا للنزول في جربة وفي كل طراب الجمهورية ورأوا معناها المهنين المهتمين بسيفة كبيرة ياسب وفهم برشة برامج ممتازة تبدأ من مارس ومن أفريل وحتى تمشي حتى السيف حاجة الأولى وحاجة ثانية بكل لطف نطلبه من الصحفة معناها التعامل مع الحدث بسيفة معناها تثبت من المعلومات معناها تصاور ما يلزم هاش تتعدى معناها وبدنا نتعلم هذا شيء إرهاب ولا حاجة جديدة في البلاد ولا حاجة جديدة في العالم ومشو البلاد برك صحافة بتاعنا المذهبين أروا المذهبين توقعين يكذبوا صحفات في الخارج وكلها لحكاية هذه لكن احنا نحببون عبدهم نقول هذي المساجي تريكي شكرا لكم ومرحبا بتوانسة شكرا لكم يعطيكم الساحة لأنه الوقت قاعد يزرب شكرا لكم تفضل كلمة فقط كلمة أخرى بش نذكر بالحفلات نهار 19 مرس لطفي دوبالكانون الرابيل الجزائري نهار 20 عنا ريان يوسف نهار 21 إيمان الشريف ونهار 22 مارس شكرا لك هاتيك الساحة تقضوا بحدنا بش نمشيوا مع وديع إذا كان حاضر عن طريق سكايب وكما قلنا في البداية وديع موجود في إيطاليا تحديدا في ميلان ومش نتحدث على تكريم ربعي رعي للحوار ومعنا وديع وديع تسمع فيها تفضل وديع نهار 20 يوسر إذن نهار 20 طيب الناس وكل لكل أستاذ المشاهدين طبعا نحن موجودين في نابولي مش في ميلانو نابولي طبعا أكثر من 30 موجود هنا واليوم مدينة نابولي تعيش على وقع حدث هام وتكريم الرباعي الرعي للحوار ومتحصل على جائزة نوبل للسلام حدث هام الأخيصة المتدرة هي أساسا من مجموعة حباء العالم لكن لكن طبعا من البادرة هي جهة من التوانسة اللي يعيش هنا اللي حاولوا دائما يكونوا سوبراء تونس الغير رسميين ونحن الآن موجودين في القنصولية العامة الجمهورية التونسية بنابولي ومعنا تعاد السفير مش ناخدوه في دقيقة على الأقل يطمنا على وضع الجالية أفاق الاستثمار وأفاق يعني استخدام رجال الأعمال أفريطانيين للإستثمار في تونس مواضية عديدة هي مطروحة على السلك الدبلوماسي لنزيد تنميع تونس والوكوف الحقيقي مع تونس في هذا الظرف السعب اللي تعيش هنا فرح بيك شعر فلس نطلع معي الآن أو معك الآن أحنا طوع عن مباشر في أهلا تونس اللي هي المشاحة التلباتية الوطنية اللي تعالى أساساً في الجالية تنصير مقيمة الخاتم تحقينا على وضع الجالية أولاً شو الأفاق الواعدة أو المزروحة الآن على السلطنية في إيطاليا بشكل عام لنزيد تفعيل الشراكة ما بين تونس وإيطاليا سبعلا هاي سبعلا مرحبا بيكم الكل وربي يحفظون بل كل شيء الجالية المقيمة في المناطق خساس القنسولية هي أكثر من عشرين ألف وفي الحقيقة هي جالية تتميز بالهدوء وأنها جالية أصيلة متأصلة في المنطقة هذه تشتغل في عدد ميادين في الميادين الفلاحة في ميادين الصيد البحري في التجارة وفي الحقيقة هي تشكل روافد من روافد التنمية التنمية لأنها تشارك في المجهود التنموي ومنطقة عندها علاقات هامة وعلاقات يعني تتميز بالتقدير والاحترام مع الإيطاليين وكانت دائما هي عندها مبادرات حتى في تشجيع بعض المستثمرين اللي ينتقلوا لتونس والآن عدة مشاريع تبعثت في الفترة الأخيرة وهذا كذلك يدخل في العمل الدقوب والعمل المتواصل للقنصليات اللي إلى جنب الاستفارات كذلك هي عندها اختصاص تجاري اختصاص اقتصادي والتاهم يعني بمجهودات مذكورة ومهمة جدا رأي الحوار في اتجاه تلميز تونس باقتصار التكريم هذا هو في الحقيقة يجي في وقته لأنه اليامات تونس تشهد معركة ضد الإرهاب وهذه فرصة جديدة في الحلقات اللي قاعد تتنظم في الخارج في جميع البلدان اللي الحلقات هذه قاعدة تميز تونس بالانتقال الديمقراطي وبالحرية وتميز تونس بالتوافق اللي حصل في تونس واللي هو جاب الجائزة هذه اللي تظهر اللي تونس ثلاثة ثلاثة سنة حضارة وتاريخ ستبقى عصية على الإرهاب وستبقى عصية على التشدد وهي تمثل دينا الصورة الماصعة للبلدان اللي تسب إلى الانتقال السريع في الديمقراطية وفي الحرية عموما شكرا شكرا لك سعد في قلس المشي تواصل اللقاء معاك وستجل معاك اللقاء معايا أيضا ثالث الزال دي هو من العلمين التونس اللي يعيش في إيطاليا واللي هو كان لعله وراء هذا الحدث وراء تكريم الرعي الحوار المجموعة هي المجموعة مايسترو ميال إليزان نيجي مونز أحنا السرقة هذي حابين جنا تكريم للرباعي لأن حابين تكون هي فرصة أن نعرف أن تونس عندها العديد من الخاصيات نظمنا هذي المبادرة واللي نهديوها الأهلين في بنجردان ولكل شهداء بلادنا في تونس ونشكره ونقوله للقوات الأمن من جيش وحرص وأمن لأحنا قلوبنا معهم المبادرة هذه لتكريم الرباعي هي الفرقة الموسيقية والحفل هذه هي مستونة من موسيقين تونسيين وموسيقين تيتاليين وفهم الاندماج وفهم الحوار نطلقنا أنه الرباعي كان من الركائز للحوار الوطني ونحن الحوار هو الحوار بين اللغات وبين الثقافات والحقيقة القين تجيوب كبير من إيطاليين وتجيوب كبير من القنصولية تونسية ومن الصفارة تونسية في إيطاليا لتنظيم هذا الحفل ولتكريم الرباعي وحبت كل حفلة انتقالها اليوم مع الساعة الـ 8 ونص في بلاسوس اللي بيشيتو واللي هي ساحة عادة وبتعوى مبتوح لكل التوانسة الموجودين في نابل وأحوازها وهي الـ بلاسوس اللي بيشيتو حابنا نقوله اللي ما تعتطاش للناس الكل ولكن ودتنا بيها ولاية نابل اللي رمزية المكان ولي رمزية أيضا الحوار الوطني وإن شاء الله وإن شاء الله أيضا من الممثل من منظمة الاتحاد العام تونك للشغل بيجيتو شكرا لك وديع شكرا لك وديع تسمع فينا هكا ولاي وديع خطرحنا من تسمع فينا هكا وديع معاك حابنا نشكرهم بتبع شكرا لكل جليتنا في في تاليا فقط كان فما فقط كلمة نختمو بها وديع لأنه الوقت قاعد يزرب فينا نعم يعني باختار هذه مصافحة أولى الوطنية حاضرة لتفكيل هذا الحدث حدث هام لتلميع سورة تونس أيضا مش كون عنا مجموعة هامة من التقارير مع الجارية ومش نبحثوا حول حول وضعيتهم سلامتهم لأنه الوطنية يهمها وضع الجارية التونسية أينما أينما كانوا شكرا لك وديعيتيك الصحة شكرا لك بطبيعة تحية لكل جليتنا في تاليا وفي نابولي وفي ميلان وفي كل بلاسة في تاليا تحية كبيرة اليوم وان شاء الله نتلقاه وعن قريب في تونس أكيد من كل في العطلة ولا حتى في وصل العام لأنهم الجليتنا يرجعوا دائما للأرض الوطن حبيت الرحب بضيف آخر بحذية اليوم سيموختار زغدود مرحبا بك سيموختار رئيس جمعية الأطباء التونسيين في فرنسا وكذلك رئيس جمعية أفاق في الجنوب التونسي تحديدا جمعية تنموية في فرنسا أيضا في بريز المقارن تحت والجمعية الثانية أفاق الأفاق هي اللي في فرنسا والجمعية الأخرى الأولى في فرنسا الزوز في فرنسا أكيد مرحبا بك مرحبا بك مرة أخرى خلينا نتعرف عليك أكثر سيموختار ونتعرف على الجمعية الجمعية الأطباء التونسيين في فرنسا اللي هي تلم كفاءات تونسية في فرنسا تحط شوية في الجنب هذا الجمعية قداش عندها وربما الإطارات الطبية اللي في الجمعية هذي طبعا نشكرك على الدعوة وفتحي المجال يعني بعجلة فقط ترحم على والمسكريين والأمنيين ومن المدنيين الله يرحمهم في بنغردان وإن شاء الله هذا هو حد هذه الفاجعة الكبر وراء المواطنين في المهجر وخاصة الجمعيات هم يواكبوا لحظة بلحظة في هذه العمليات هم عايشين بقلوبهم وعقولهم مع ما أصاب بلدنا وإن شاء الله معناها ضربونا هالي بنغردان وحدة كبيرة مع أمنا وإن شاء الله معناها نكونوا انتصرنا في هذه المحطة الأولى ونواصلوا على هذا المنوال طيب بالنسبة لجمعية الأطباء التونسيين بفرنسا هذه جمعية معناها من قبل ثورة كونة فرنسا وهي جمعية المخيرة الأطباء في جل الاختصاصات والجمعية هذه معناها عندها نشاط طبي ونشاط طبي اجتماعي أيضا معناها حاولنا التواصل مع تونس لإعانة معناها السياسة الصحية في تونس وكذلك على المستوى الاجتماعي معناها عبر حث الجمعيات وجمعيتنا أيضا هي في المقدمة لبعث بعض الآلات كذلك لبعض المستشفيات من هذا معناها نفكروا في الشيء هذا دائما وفما موضوع كبير معناها يمكن سنتين قاعدين نحضروا فيه اللي هو حدث رياضي إن شاء الله بش يكون في تونس وهي أول كأس عالم للأطباء بش يكون في تونس بش تمثل 16 دولة من العالم كامل وهذا معناها عنوان التضامن هذية إن شاء الله بش يمشي المربيح هذه لمستشفيات في الجنوب التونسي مستشفيات جهوية كل من بنقردان وأساسا أيضا تطوين حيث فقدنا أمرأة أخيرا في جناح التوليد وإن شاء الله معناها معاش تكررنا الأشياء هذه لأننا نحن الآن في 2015 2016 مستوان الطبي كان كبير جدا في قبل وإن شاء الله يتواصل ويتطور للأفضل الآن وإن شاء الله التعاون يكون ما بين تونس وما بين الجمعيات في المنوال هذية في فرنسا وفي غير وفي المهجر كله يكون تعاون علمي واجتماعي واقتصادي والتوينسي رامس وفراء الآن معناها في بلدهم طبيب أو غير طبيب كلهم معناها يتعاملوا وكلهم يهموا كل ما يحدث في بلدنا على جميع الأصابق هون السفراء أكيد تونسل كل البرة لكن الدور الطبيب ربما دوره كبير برشا وأحنا نعرف قديش عنا كفاءات طبية هام برشا في الخارج وقد أحنا مستحقين بلدنا الآن مستحقة ياسر للكفاءات هذه وانتو ربما هون يدوركم كانكم تقربوهم أكثر لتونس في الفترة هذه نعم في الفترة هذه لازم يكون تواصل إن شاء الله الجمعيات تقريب قاعدة الآن تصنع في مجمعات جمعيات بيش تكون تخدم أبعضها في كل المجالات حتى تلتقي وتصير معناها أفكار متقدمة لبلادنا ونكون معناها جسر بين تونس وبقية العالم وهذه في الوقت تقريبا ما يضيع تقريبا نوعا ما وإن شاء الله السياسة تونسية يسمعون مشاكل المهجر أيضا لأن الأطباء والمهاجرين نراهم معناها تقريبا نحن معناش مزيعة على بلادنا ولكن تقريب العنصر الأول في دخل العملة الصعبة لبلدنا هم الموطنين بالخارج يلزمهم بتركيز هذه معادش طلبنا حتى بزارة للمهجر يعني يلزم بصراحة رأي دولة عدنا أخرى أكثر من مليون تونسي الآن في المهجر ومحط الثقال المتاع التونسيين هي في فرنسا يلزم نكون عنا حضور نحن تشوف الإشكال الأخير الآن يقع في فرنسا هذي قانون الإرهاب وأنه لعنده زوز جنسيات ينحول جنسية تحركت الجزائر نوعا ما سبقتنا ولكن الدبلوماسية متاعنا تتحرك ببطء نوعا ما قال الوزير الأول لكن عمليا يلزم السيد الوزير الأول والحكومة تكون موجودة والتعامل مع الجمعيات وبعض الأحزاب الفرنسية معنا أيضا في هذه لأنه معناها من شأن يفرق بين الفرنسيين وممنوع في القانون الأساسي للقانون الجمهورية الفرنسية هذه بعض الأشياء أنا أعطيك نقطة أخرى نعم هذو الناس التي تحمل جنسيات تمسك بالجنسية التونسية معناها بصفة كبيرة العمل يكون على إطار مغاربي ونمشي بقوة لأن الحضور المغرب العربي كبير يسر هم الأجانب في فرنسا أو على إطار تونسي أنا أعطيك مثال إذا كان بعض الطلبة بعض العائلات التونسية التي اشترها مشوشة يعني اشترها في تونس والباقي في فرنسا هذه معناها نعطيك مثال طالبة توجدت هنا جاءت لتونس تقرأ بوها البرة أمها وحدها هنا عندها أربع أطفال تقرأ في كل يتب في المونستير أعطاها بعد سنتين من العذاب والتعب لأنها الوضعية انتحة صعبة أعطاها حق النقلة طلبة نقلة اجتماعية لكل الطب في تونس تم التلعب تم التلعب وعملوا معايير جديدة وغيروا لا يقبلوا هالعقل والمحكمة الإدارية أعطت قرار نهائي بيت لا تعنى فيه معناها باسم الشعب التونسي وينفذ باسم رئيس الجمهورية باش يتنفذ لأن الطالبة هذه يجب أن تسجل في كلية الطب في تونس شو عنا النسخة الوثيقة هذه شنية شنية الوثيقة هذه الوثيقة هذي هو الحكم حكم المحكمة الإدارية حكم إيقاف تنفيذ هذه لديه نعقاج هما خمسة فقط هنالتخيص هذه إيقاف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم نقلة الطالبة سلسبي زغدود من كلية الطب المنستيري وكل طيط الطب في تونس واضح قال لأنه هذي بشي تسبب في ضرر لا تدركه يعني وهذا راه لا تعنى فيه حتى بالتعقيب هذي قانون احنا شنو اللي يلم بين المواطنين في الخارج في المهجر ولا في تونس وفي العام كالم هو القانون احترام القانون هو اللي بشيلم بين المجتمع ونشوفه أنا سيد الوزير بعد شهر تقريبا جاوب قال أنا أعطيت بعثت مذكرة لعميد كلية الطب للتنفيذ ولكن العميد لم ينفذ فسر القانون كما حب هذي طالبية فقط فما نقطة مهمة تقعد بحذية مش نرجع لك بعد أنه عنا سكايب توقع لك نواصل سمحني لأنه توجينا زياد معنا على الخط زياد تفضل زياد تفضل معايا على الخط كالمساج كالمساج ترونس ميتر تقريبا شكرا لك لاتنفيذ أولا أتفقد لك لعرفة ومثالة لكم جدا لك في دعوار فينسي نقطة نقطة سيدة يأعلم أنها ومثالة ومثالة والحظيم بالترجم في تنسيا في عمود يعمل ومثال الوظبط من التعاري، من التعاري، من التعاري، ومقامل ربما يكون اليوم كمتبات الآن ومعنا نجد من المفهومات عن ومع الأعمال تنزل التعاري بإمتدار ومعهومات تحديد ومعهومات ومعهومات. أحبني أيضًا مع إعجابة المقبلة من المعارضة والمعارضة المعارضة المؤكسين من المؤكسين ومع أولئك المعارضة التي ستعرف بحجرة تلك المترجمة وتعرض المعارضة في ريو دي جنرو شكراً لكم بالتأكيد هنا في تلك المؤكسين مرحبا بك إذن لحظة تاريخية لكل العائلة الرياضية وكل التونسين وخاصة تونس تعيش على وقع الألعاب الأولمبية وكل المتقبات قاعدة تتأهل إلى أكبر حدث رياضي في العالم ريو 2016 يظهر لحظة تاريخية أعلى هارم في اللجنة الأولمبية وكيد موجود هنا في تونس أكيد هي زيارة هامة جدا زيارة الكمبياسية تونس باخ للتونس لا فقط من حيث توقيت الزمن مع تبراحنا في حاجة مسا لزيارة شخصيات هامة لتونس لأنه في ذلك دعم للرياضة التونسية للسياحة التونسية لصورة تونس في الخارج وإنما أيضا للحركة الأولمبية وأيضا لرياضيين اللي هم على أبواب ألعاب الأولمبية إن شاء الله تكون ناجحة لنا وإن شاء الله بفضل المسجام والتفاهم مع الحركة الأولمبية الدولية واللجنة الوطنية الأولمبية التونسية إن شاء الله تكون نتائجنا في مستوى كل هذه الأحداث فأكيد هي زيارة في مستوى رفيع ورفيع جدا والزيارة الرسمية وزيارة الدولة للسيد توماس باخ سنستثمر هذه الزيارة وسنحاول قدر الإمكان أن نطلع السيد توماس باخ على الرياضة التونسية وعلى برامجنا وعلى البرامج المشتركة بين اللجنة الوطنية الأولمبية ووزارة شباب الرياضة وطبعا هذا كله يخدم الرياضة التونسية ويخدم صورة تونس فمرة أخرى رحبوا به ونشكروا على هذه الزيارة اللي فيها أكثر من معنى وأكثر من رسالة السيد محرس بوسيان ليس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية إذن بدعو من اللجنة الأولمبية التونسية لحظات تاريخية وكيد الحجر الأساس سيكون هذا المساء برنامج حافل للسيد توماس باخ تيلة اليومين هنا في تونس مرحبا بالسيد توماس باخ في تونس بلده الثاني هذا الرجل هو صديق لبلدنا مرحبا بالسيد لسانا فالنفو رئيس جمعية اللجنة الأولمبية الأفريقية ومرحبا بالوفي المرافض للسيد توماس باخ أهلا وسهلا بهم في تونس بشيكون عنا برنامج حافل ووضع حجر الأساس للمركب الأولمبي للجنة الوطنية الأولمبية بشيكون عنا جلسة عامة مع كل الجامعات الرياضية مع كل الرياضيين اللي شاركوا بالألعاب الأولمبية من سنة 1960 إلى لندن 2012 بشتون العائلة الأولمبية والرياضية الموسعى اليوم في حافل كبير مع سيد توماس باخ اللي بشيشرف كذلك على الشيماع الهيئة المديرة للجنة الأولمبية إن شاء الله يكون هالزيارة هدية تثمر هذا المركب تثمر المتحف الأولمبي الأفريقي في تونس سيد محز بوسيانا سيد وزير شابب بواريادا وكالك سيد توماس بخ إذن غدا أكيد الحدث هو نصف ماراتون أكيد الحرس الوطني تكريما لشهداء الوطن وهو على يحمل شعار تخليدا لشهدين سيكون السيد توماس بخ ليعطي إشارة انتلاق هذا الماراتون أكيد دعوة لكل تونسيين اللي شاهدوا فينا بش يكونوا حاضرين في هذا الحدث الرياضي والتاريخي شكرا لك زياد زمينة زياد السلمي من مطار تونس قارتاج الدولي شكرا لي وكان في تار زيارة السيد توماس بخ رئيس اللجنة الدولية الأولمبية التونس بشهد تكونوا خذيتوا فكرة على برنامج الزيارة هذه إذا رجعين مع سيموختار مرحبا بك ماروخ سيموختار سمحني قصي تعليق لأنه أعطينا الكلمة زياد باش مكانش يفوتنا لحديث مع وين وصلنا فقط تعريج على الموضوع اللي جبتوا في محوص الطالبة الطالبة هذه الآن ما تقراش هي سنة ثالثة طب والآن واقفة ما تقراش متابعة من سيكياتر والإشكال أنه العميد كلية الطبية تعنت برغم تدخل حتى البرلمانيين عارضة في أكثر من 55 من مجلس النواب ينفذوا لأنهم يكفلوا لهم حق الدستور مراقبة الأحكام الإدارية يلزبوا ينفذ هذا والعميد معناها يعطي تفسير كيم يحبه وقاعد يتعنت معه أنه فيه إشكالية أخرى يعني حتى المحكمة لما بعثوا الملف للمحكمة الملف هذا فيه الترتيب الطلب على حساب المعايير الجديدة اللي رفضتها المحكمة حتى على حساب المعايير الجديدة اللي رفضتها المحكمة طلع الترتيب فيه تدليس وخوذوهات بطريقة واضحة كانوا نشوفوا معناها واحدة نشوفوا أنه بعض الطلبة قالوا أنه آخر مجموعة هو 22 لهم هم عندهم مجموعة 16 ومجموعة 17 هذا عيب بعد الثورة بس يصور في بلادنا والعيب الأكبر أنه البنت هذه عندها معناها جنسيتين الجنسية الأولى معها الجنسية تونسية وجنسية فرنسية وهي متمسكة بجنسيتها تونسية واحد معناها في فرنسا شافوا الترديكسيون تعل حكمة ذا استغربوا قالوا أحنا يا أخي الحلم لو كان عندها حق الرباتريمون لفرنسا بيش تدخل في كلية طب الفرنسية سنة ثالثة ربي يا سيمختار شنوها التبلوه هذه هم الطلبة اللي دخلوهم 47 لكلية الطب بتشوفوا الأرقام اللوتة رقم 47 و46 عندهم 16 و64 والأخر عندهم 17 وهم عاتينوا رقم 22 يعني حتى بالمقاييس اللي هم عملوها المقاييس لأنه وذي يتون المجال لا يتون بش نحكيه في التفاصيل المقاييس اللي عملوه والمقاييس هذه قالت المحكمة الإدارية خارجة على القانون لأنها تعاملت 31 أوت بعد ما شافوا هم الملفات وبعد ما تسكرت الملفات الكل ومقاييس الجديدة لا يقبلوا حتى العقل نحاتها المحكمة ويزم نضعنه للقانون نحنا راهوا في المجتمع أشكون يربط بلادنا القانون أكيد ما كانش أحنا نولو نظره للعنف وهذا هي معناها مشكلة كبيرة ما معنى أني أنا يزم الإدارية حتى لا تكون منش مقتنعة تضعن للقانون وهذا هو معناها احترام الدولة وهيبة الدولة وهنا ندار رئيس الجمهورية بكل صراحة باش يدخل لأن الحكم هذية البات غير قابل للطاعن حتى بمحكمة التعقيد هذية معناها يخرج باسم الشعب التونسي وينفذ باسم رئيس الجمهوري هذا هو بيسي مختار والله موضوع اللي جبتوا موضوع معناتها بالحق هذي مواطنين بالخارج يجوا هنا والمواطنين بالخارج معناتها يجي هنا لبلاده بشقرة ويتخرج لبلاده ويتخرج وتحب ترجع لبلادها معناها في الأخير تلقى روحها محبتة ماذا تقول هذي يعني هي الآن هذه البنت هذية في عائلة مثقفة وطنية ومحاطنة وعنما وكذا كذا لو كان فيها في عائلة أخر الله أعلم تمشي حتى للدوائش تقول لك أنا مستقب ليمشي يعني أنا حبيت أن تقول لك هذية جزء من التطرف نحن نحن نحترم بلادنا هذا هو والله شكرا لك لجبت الموضوع هذا يعني تكسحة سيموختار شكرا لك وشكرا لك على عمل كبير يقعدين تقوموا به في تار جمعية الأطباء والكفاءات التونسية وانا على طريق كنتي حبيت نحيي كل كفاءاتنا التونسية الموجودة بالخارج اللي بالفعل نحبهم حتى كنت حدثوا على نشاطهم الغاية كونهم يقضوا في علاقة مستمرة بتونس ولازم البلاد وأحنا وكل الأطراف المهتمة بالجرية تونسية تعتني بهم والاهتمام يكون بأكثر حرص بشيرجعوا لبلاد كما قلت أنت وان شاء الله بتقاربوا يعني أكثر على جميع المستويات ان شاء الله لأن هذا كله الهدف انتعوا لفيد التونس اي ان شاء الله شكرا لك سيموختار شكرا لك ومع فقرة أخرى مصورة بإمضاء زمينة زيادة السلمي المهرجان الوطني الطلابي للعدو اشتركوا في القناة من طلب الجزائرين التقرأت تدرس لنا في تونس اليوم تظهر ذيش تمثككم كطلبة وأكيد تتقبلوا معكم مختلف أشيقائكم لنا في تونس واحنا جينا من جزائر باش نشاركوا في المهرجان الانترنسيونال لطليتيجم وان شاء الله نعودوا بالجزائر بالإطار الوابري ان شاء الله تمثلنا برشة حاجات أولهم يعني باش نتجمعوا كل مبعضنا من كل ولاية من كل ولاية الجمهورية التونسية والكل نعملوا جو ونسبر ما نعرف شنو آخر أما الأجواء التنشيطية اليوم تقابلوا مع برشة الأجواء يسر هيلة كما تشوفوا برشة أجواء وبرشة شتيح وبرشة يشوف معه كل الله فرصة تسمح بإلتقاء الوفدين وخصوصا الطلب الجزائريين وطلب التونسيين تسمح لهم بتبادل المعارف خاصة فيما يخص الجانب الثقافي وكذلك تقوية العلاقات الجزائرية التونسية مهم جدا لحنا الرياضة تجمع الناس كل والله الرياضة والثقافة هما محاور أساسية تسمح بلم شمل الجميع نحن هدين المشاركة الثانية أمت على المان في تونس عمناول شاركنا بمجموعة خمسة من الناس وسنا عودنا ثلاثة طالبة وزوز عملها من دوان الخدمات الجمعية في مدينة بوخم اللي عنده علاقة منذ ستة سنوات مع دووين الخدمات الجمعية في تونس تقدمنا كاترين كاترين تنبرينج زميلة تشتغل في متعم الأساذ والطالبة كيف كيف تجري كأماتور في ألمانيا اسألناها للحضور في تونس وكانت قالت قلنا شنية كيفاش كانت الأجواء بتاع في تونس كيف تعتقد أنواتور في تونس؟ نعم نعم Salدي جيد جيد قلنا有 أشعر هذا الفرحانة فرحانة قالت لك إن شاء الله ما يشعر مرة بالنغليز إذا فهم مهتم تكلمش من الألمان قالت لك إن شاء الله ما يشعر مرة إن شاء الله مرة واحدة اخرى مهم جدا مش تهزوا صورة ويهزها أكيد من طلبة ومن تونس في وسط هذه الأجوال هنا أحسن صورة نهزوها الألماني وخاصة في هذا الوضع بالذات نحن هذا نحب نصلوله وأنه نحب نوره للألمان نحب نوره إيجا والتونس تونس رأوا لباس وفهم شوية مشاكل كيفة في العالم لكل المشاكل اللي صايرة في تونس صايرة في نيويورك صايرة في بالي صايرة في ليبيا ولكن تونس آمنة وأهلها يرحبوا بالغريب وبالظيف وأكيد أنه كاترين هاي قتلك يعني حاليا إن شاء الله ميش آخر مرة يعني فرحانة مروحة كاترين the relationship between all the students it's very important huh yes of course very important and I think between sports we serve the connection so you have many friends here from Tunisia yes I hope كتلي فرحانة وقتلك أيهاوب عفة تونس يا كالش قتلك أيهاوب كاتري من ناسات اللي يعني هونغاجي وحبة تجي لتونس وسؤلناها سؤال واحد برك قتلي سعازين نرجع للدار ونقول لك وغدويك عدتني ريبونس يعني بوزيتيف وبركة الله فيها على الحضور وبركة الله في التونس يعني شكرا للزملاء في تونس شكرا للديوان خدمات الجامعية في الشمال على الاستدعاء والاستهضافة وإن شاء الله نكونوا مواطنين يقدموا في الدعم هذه تظاهر هيمة طبعا لأن الطالب هو جاي بشي يدرس لكن جاي أيضا بشي يتقب بشي يتكون بشي يعمل رياضة هذا الكل يدخل في مكونات تكوين طالب وأنه يختتم معناتها النشاط السنوي بمهرجين مثل هذا هذا شيء هيم جدا كما تراه اليوم الطالبة اليوم التقاوا من جميع مناطق الجمهورية فما ليجي من الشمال من جنوب من الوسط إلى خيري وعندهم ضيوف أجانب من الجزائر من ألمانيا وهذا شيء هيم جدا في تكوين شخصية الطالب وفي تشجيعه على الرياضة بالأساس لأنه رياضة مكونة هيمة أيضا في تكوينه وهي تكوين اجتماعي أيضا وهذا شيء هيم جدا لأنه الصدقات والعلاقات بشي ربطة طالب هو في مدة حياته الطلبية هي تعتبر مكونة هيمة من مكونات التكوين المتاع وطبعا نحب نشاط هذية ونحب أنشطة ثقافية ونحب أنشطة رياضية متعددة إلى آخر ذلك نحاول من كل أطراف نشجع السياحة التونسية السياحة الألمانية في تونس لأن الألمان هم دور هام في إرسال سياحة في تونس وحاليا الوضعية يعني سعبة شوية وتعرفوا عن ناس كل التشخيص كما كنت نحكي للوطنية الثانية ليس لازم نعملوه عملاته نحسل وحد أخرى لكن وين هم الحلول؟ والحلول هي المشاركة وإن كان حتى بعدد ضائل هم خمسة ألمان زوز عمال من ديوان خدمات الجامعية في بوخوم وثلاثة طالبة من جامعة بوخوم ولكن كإشارة للعالم وخاصة في ألمانيا وعندنا هنا بعض الصحافة الألمانية اللي مشتوري إن شاء الله تظاهره في ألمانيا بجنزوا بعض الإزارتيك للصحافة المكتوبة على أساس أنه رأوا حتى شبابنا الألماني مستعد بش يمشي لتونس وانت يا ألماني ما تخافش زور تونس بلد أمن وأمان ومرحبا بكل ألماني وإن شاء الله نحنا من ترفنا كجالية تونسية في ألمانيا نقوموا بدورنا ودورنا فعال ونوريوا اللي كونوا تونس بلادنا نحبوها وإذا كانت تطلب معاونة نعاونوها ونوقفوا معها لأخر وقت وأخر أجال وما ليش بيخلوا بلادنا وحدها للإرهاب والإرهايبيين ما تخافوش نحن معاكم سي عزدين تحصلت أحسن جائزة لك مشرف عن الخدمات الغادية في ألمانيا نعم في سنة 2015 أحسن مدير للمطاعم الجامعية والجامعية أمامتون مشهود فيه في ألمانيا وإن شاء الله نزيدوا الإضافة لتونس نحن نجيوه عنا علاقة دومة وعلاقة طيبة مع دومين خدمات جامعية في تونس ونحبوه نشجعو شوية للسومالاء باش نخرجوا من هاللي تاقسيون هالمشكلة اللي حيشين فيها حاليا الناس كل هكه مش مأزة ومورها وجههم متلحكش يخرجوا أخوية يزينا للإرهاب ما باش موش باش يقدر علينا نحن شعب قوي تونسي وراهوا عنا كفاءات وطوانسة في الخارج شوفوهم ينجموا يعاونوا تونس وينجموا يوقفوا معهم وعطوا قيمة التونسي اللي عايش في الخارج راهوا قيمته عالية والناس مستعرفة به في الخارج اعطوه الفرصة باش ينتج لهنا باش يستثمر في تونس وشجعونا راهوا فهم برشة ناس ماذا بها جيل تونس ولكن مش مأزة وخايفة ماذا بنا نعاونوهم ماذا بنا نوروهم راهوا تونس يضع سنسورة سعزينك في قلب البلبيدار اليوم اليوم شايخ هنا على حاجة الوطنية مرحبة بكم وانشاء الله نزيدوا الاضافة لتونس وانشاء الله يا رب نشوفوا تونس اتبعوا سورة تونس غاديو أنت في ألمانيا نحنا كجالية نتبعوا في تونس ديما نحن حاجة عادية لخاطر راهوا خالك حاجة أنا أمي وبيا مولودين هنا وأنا مولود هنا إذا كنا نتبعش الأرض اللي مولود فيها هيك الريحة الباية هيك الريحة الطيبة الزيتونة والنخلة والجمل والنعجة إيش مش نتبع أخي إحنا فهمني؟ جو اليوم إحنا أنا نموت على الشباب وقت نشوف الشباب فرحان هيك ويجري ومتفرهد يزين من هيك وإرهابها ومشكلة في الغادي ومشكلة هنا هذا كتو يعبر كما سار في الجزائر إحنا بار حكينا مع زمالة فيلم الجزائر عاشوا هم عشر سنين وإن شاء الله حتى إحنا نخرج منها كما خرجتنا للجزائر إن شاء الله مجديد نحيي كل مشاهدينا وتحية كل ما التحق بنا الآن على الوطنية الأولى مع أهلا تونس وتحية مجددا كل مشاهدينا خارج حدود أرض الوطن رحب مدام رجل عيادك كل أسبوع مرحبا مدام أهلا وسهلا بالجالية متاعنا خارج أرض الوطن إن شاء الله يتبعوا فينا إن شاء الله ومن خلال هذه الفقر أعطيناهم الإضافة وأثرينا شوية الثقافة متاحة وقدمنا منتوجات جديدة متويضة بشكرا وكل أرض الوطن يقبلوا على شراء وقتنا منتوجات صناعة تقليلية كهذه رحب زيدا بمروة سامعلي مرحبا مروة مصممة منتوج وصفوين عويش مرحبا بيك عويشي ولا عويشي مرحبا بيك صفوين مش نحكيه على النحاس المطروق حس المطروق حس المطروق ويمكن نركزوني على الإبتكار الإبتكار والأفكار جديدة اللي جبتوهمنا اليوم نحكيه على اليوم خلينا نبدأ معك بدم رجاكي العادة ونحكيه على المعارض والمعارض أنا نحكيه نذكر بمعارض حرفيات اللي سنة جاء تحت عنوان منتوج تونسية ثروة وطنية بالحق من خلال المعارض هذية والفرصة هذية اللي المعارض يقام من 8 مارس إلى غاية 16 مارس في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة وزارة المرأة هي اللي نظمة المعارض هذية نحب نعمل دعوة للتونسي باش نمشي وشجعوا الحرفيات المتوجدات في المعارض هذية اللي هو في أذن يحبيب بورقيبة المعارض هذية يشاركوا فيه 50 حرفية يقدموا خيرة منتوجاتهم وابتكاراتهم في مجال الصناعات التقليدية وهو ما راهم معناتها لابد أن الناس يقبلوا على المنتوج هذية وشجعوهم وشجعوا الحرفيات اللي جاءوا من كامل أطراف البلاد كذلك في جربة نشوفوا هنا بعض الصور المعارض هذية كبير برشا ومعارض فيه منتوج متنوع بلحاق الحرفيات هذو ما قابلين للتشجيع ولابد أن ندعمهم وندعموا المجال الاقتصادي هذي اللي هو خاص بالحرفيات متوجهات في كامل أنحاء البلاد بعد نمشي وزيد الجربة برواق المتوسيتي باش يكون فيه معارض من 10 إلى 17 معارض تحت عنوان يوفمال الجدين تبقى سنة لدين وهذا شيء هام جدد بعد نجيوا للاحتفال بأيام سناعة تقليدية اللي انطلقت من 11 إلى 16 حسب الولايات وحسب الجهات وحسب المندوبات الجهوية للصناعات التقليدية نظمها الديوان الوطني صناعات التقليدية ونقول عديد الفقرات فقرات ترشيتية معارض عروض أزياء دي سيمينار أيضا في جميع أنحاء البلاد في كل الولايات نظمها المندوبات الجهوية للصناعات التقليدية نشوفه في الحمامات ثم عديد العروض مش تكون في الأيسان مش تكون في بلدية الحمامات وأيضا في كل المعتمديات بولاية نابل مش تكون في عديد التظاهرات هنا عينة عندنا من من الفقرات اللي تنظمها مندوبية المستير اللي مش تكون في المارينة ومش تكون في دار الشارع وعروض أزياءكي نفس الممكن الفقرات نواصلوا صفوين ونحكيوا شوي على العمال المتاعك قلت فما خصوصية وفما يعني تقنية خاصة ويمكن أنا هوني لازم نركز على تقنية العمل المتاعك ثم عندكم تقريبا ثلاثة سنوات ثلاثة سنوات تواعدكم اللي تخدموا في الثلاثة سنوات تقريبا ثلاثة سنوات محكيوا شوي على التجربة بتاعكم ولا والتقنية اللي تستعملوها مبعاثكم توما تخدموها هما يصنب بنام دون la vie professionale دون la vie aussi en general تتكاملوا في كل شيء المنتوج اللي موجود هو حقيقا نتاج للمنظومة اللي المفروض تمشي من الأول اللي هي جمع بنات معطي ديزاينر اللي ديزاينر عندهم الفكرة عندهم الconcept والصنعة الفعلية في اليد مع تجسدهم تاحها هو ديما عن طريق الارتزان التقنيات هذه أكيد هي خبرات موجودة مقبل عند الارتزانات التونسية لكن علش تظهر هي مختلفة شوية خاطر ضفنالها السبغة متاعنا هي الفكرة والخلفية متاع الخلفية تصميمية متاعنا خاطرنا المصمين عمنا لي بوزار فمهن مشينا مغادي ببثل الصورة هذه وتخرج حاجات منواة هذة حسب ما نشوف العمل متاعكم هنا في حاجات معلتها أفكار جديدة نجم نقول فسار لي بال مروة أنتي معاة زيدا فسار لي الخدمة متاعكم وين جديد وين الابتكار وين بالضبط الحاجة اللمسة متاعكم الاثنين حاولنا بش ندخلوه في نحاس يعني نخدموه بطريقة جديدة بلو كرياتيف بلو سكولتورال دي فارم جدد فهمتها؟ حتى التقنية الموجودة اللي هنا اللي هي كونو دي سمارت فون يتم استعمالها هي تكنولوجيا نضافة للحاجة مصنوعة يدويا اللي هي تقنية موجودة لزيفون سبيكير موجودة في العالم واحنا اقترحنا حاجة تونسية مئة بالمئة تصنيعا وفكرة تواريني مروا خانشوف الجاربنا خانشوف نجمو نسمو حاطونا الزمالين ميكرو حلوة فكرة حلوة حاوكا منها حاجة نستغلوها نستعملوها وديكوغاسشون حتى في الواقع وموش محتاج للمونتاسيون معطا عذو ولا يتهزم معاك ويمشي وتحط معطا يكبر الصوت وغيجينا الحلوة الفكرة يتكبر الصوت بطريقة معطا طبيعية اي اي واوكا حتى في الاختيار معطا فهم شوية توش مضيغن وحاجة زادة من الاقديم زادة اي هذك هذك الليني الليني اللي ماشين فيها الليني متاع من الاقديم وجديد نحتاج مفروضوها معطا حاجات هذا جدد مشكونو موجودين عنا سبغتنا عنا توشن متاعنا حني نوضو هون مفروضو وثمو برشا ديزاينور موجودين كيفاش تخدموو كانتوما في گروب وين تخدمو بالضبط كيفاش مع شكون نعمل بمعنى الاتوليير والمعنى مواجود في دوار هشر في القرية حرافية في دوار هشر أنا أمار وغادي وننخدمه مسؤولي على الاتوليير وعننا نخدمه على الأفكار كله نعمل الرشارش متاعنا البربوزيسيون متاعنا معنا تروازيرتازون يخدموا معنا في الاتوليير هما المسؤولين برتيك ما على الإكزيكيشيون بعد على قطع كشتطلع على الفينيسيون نحن نخدمه البرتي رشارش و نتعاونه معهم بشي خرجوا المنتوج متاعنا نحن نقول لك إس كو في الكونسيبسيون ثميش يتكامل مع تالحيرفيين تو هما ينمتخيز التكنيك ولكن كي تعملوا الابتكارات خطا يظهر لي تماما سينرجي كبيرا بينكم بين حيرفيين اللي يخدموا معاكم 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 معالميا نسي سويد حتى في على مستوى الابتكار بنفسه تصميم يضيفوش هما يعطيكمش أفكار جديدة بقرابوغ الأفكار تقترحوها أكيد جدا هو بشكون مو سامن بشكون ديزينار يجب أن تكون مولم بالتقنيات كله بش نجم يقتلين بعد تقترح كونسيبت نجم يش تعطي حاجة لأفكالات تكون ما كش فاهمها وليك كيف تخدمها إذا كون مو اطلع نوعا ما يعاونك الارتزان مرات تحوى بعض تقنيك يبروبوزها من الارتزان واحد واحد وحلوة برشا بالحق الفكرة هذه مادام رجيلي أنه فاهم ديجان هكا عندهم أفكار جديدة أما الخبرة زادة كي يخذوها من حد ثنيع يقولوا وحنا يعطي البلوسة هكا ولا هكا متمكن من التكنيك ولا يعرف وقتش فاركزامل حتى في الحام في حفظ الأمور يعني عشت في الفترة اللي يكون في الدوان في فترة تكوين متاحهم كي كانوا في الكلية عدد منهم يمشي يعمل تكوين براتيك متاعه في القرية الحيرفية بالدندان وغيره مروه هاو نشوفوا بعض النميج حكينا شوي على الخدمة متاعكم اي هذي اكزامبلير متاع بومبونير فيرسوفلي نتعامله مع شكون مزج بين الفيرسوفلي ونحاسم هذي سكولتور اي هاذا ملتنتي معروه هاه اي هاذي اي هاذيا كيف اي هاذượng Oh ذيك البرد متاعنا جدين برد برد متاعفاروش لاي المعقلطوش هنا برد متاعنا اي هر هذه المشاهد مشدي ادي المعرض السناع التقليدي للفيت افريل لفيت متاع در ديكو در دي كو اي نشوفينا وينه القامت ؟ العملية يجيكم عندكم المكان متاعكم ولا حتى ينجوا فيما معاك أماكن أخرى تعرضوا فيها وين نجم يشري؟ هو احنا معاك عاملينك اللابوراتوار غادي واني يزوليه شوية على القرية الخيرة فيه تدواره نخدم مخدمتنا الكل ومبعد نخرجوا للناس نخرجوا في المعارض عنا معارض السنعة التقليدي دي جاء هو موعد قادم 22 أفريل معارض السنعة التقليدي بالكرم ها؟ وليامات هذا ممكن نهار الأثنين والثلاثة موجودين أيضا في القرية الحرفية في الدندان ثم اليوم في تلحة التقليدية بربي مروى خنرجعوا شوية للذي القطع هذي خلي نشوفوها أكثر وسيفتحي يمكن يوري هذي خلينا نشوفوها خلي تحكي عليها شوية مروى اسكولتور هذي اسكولتور نحاس الأحمر نحاس الأحمر هذي 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 خنشوفوها مليح وتحكي عليها شوية أنه هذي اللي فيها شوية الخدمة خليز أكتستيك خدمة أكثر منها منتوج ولا منتوج صناعي هكا مش يتصنع وتتعود منه برشة مرات هذي بيس يونيك يعني تخدم مراكها وخاطر ما تنجمش تعاود لها كيفها بالضبط هذي 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 هذية فقط نخدموا معهم بكلمة مادام رجاي المروة تفضل شو تقول مع تعال خدمة بتاعكم كهو خلا نخدموا معكم إن شاء الله نكملوا احنا في المنويل هذي وإن شاء الله يجيوا بعضنا شكون يكملوا في الطريق هذا خاطر نحاس ديجا نشوفوا فيه خادين ميشوا يندثر ويسكاليزارديزون الكبار كبروا معادش يخدموا حتى أولادهم مخذوش المنويل بشي يكملوا فيه إن شاء الله إن شاء الله الليجوني يكملوا في الحرفة ذي شكرا لكم تنجموا تابعونا على الباج فيسبوك صفوين وماروة ولا تزورونا في المعارض وبيعنا الاتوليات نجموا تجيب حضنا يعطيكم صاحا ياتيك صاحب دام رجاي خلينا نشي وتوا في لمة تونسية في باريس في مقهى في باريس وتوين سكيت لمة في باريس لازم يكون الجو التونسي حاضر سيمونير الحناشين تساحب مقهى في باريس مرحبا بيك أولا؟ مرحبا بيك أولا؟ مرحبا بيك أولا عاشك المقهى هذة لمة تونسة يظهر لي؟ مرحبا بيك أولا عاشك نعملوا دو زيار دو ماتان ونعشيها معنى تا باقتير دو ستة اغا باقتير دو زويت اغا يتلموا الولادة كيف تشوف معنى تا نتلموا مع بعضنا معنى تا صافي بليزير الواحد اشتعرف ايتي غربة وصافي بليزير نشوفوا بعضنا ونحكي واش تاير في البلاد واش تاير في فرنسا وبرتو معنى تتبعوا الاخبار ويقرع ملاقشتهم في المقاعي لان المقاعي ديمة مشاغل البلاد اكيد يعني موجودة بشكل يومي خاصة في ذل اللي يحدد في تونس بانصير وني وقورون دوتو معنى تا فما فيسبوك فما انترنت فما الولاد معنى تا اللي عنده خبرة نجي ونحكي ونشوفه اشتاير في البلاد لوضاع معنى تا كومامي الواحد بلاده بلاده يكذب عليه بديتوا تخموا في المروحة في الصيف يعني اللي قاعد يسير في تونس اثر على عودة تونسا الارض الوطنة والله بحكم نبغو البلاد يسير ما كينبارنجون بالروحون بالروحون معنى تا ما يصير في البلاد ولا ما يصير يش ديما ديما البرنامج البلاد موجود لما يروحش مرة يروح مرتين ثلاثة واحد وان شاء الله خير خمسة سنين على على الثورة شنو من خلال انتزيارة في تونس شنو تبدل في تونس والله شنو اللي تبدل تبدلت برشا حاجات الامن تبدل معنى نحسه حني معنى بحكم مواطن تونسي عايش في الخارج نسبع ونخدمه مع على الاجنبيين ونحسوهم خايفين شوية ونحسوهم خايفين شوية كيف تلطفوا من الصورة القاتمة التي قادرت تترويج على تونس؟ اكيد بانسور نحن نحاولو نهدو الوضع نحاولو نعطوهم فكرة طيبة على تونس لذاتنا معنى عايشين في الخارج لكن نروحوا لتونس وتونس سراهي آمنة بحول الله ونحاولو نهذبوا من الصورة متاع الاعلام الخارجي هذا اللي حاولي يلطخ معنى في الوضاع في تونس وفي البلدان العربية الأخرى وإن شاء الله خير إن شاء الله بشوية بشوية ترجع بشوية بحول الله باش ترجع أحسن من قبل إن شاء الله وإن شاء الله ربي معنا متعرف علي؟ سوفير مبارا سوفير انت شوء تعمل هنا فيه؟ نخدم في تيسير شوفير معدتها واتيالي توريزي حاسب أعتقد كيفاش المواطن التونسي اللي هايش لبرة قادر يكون سفير للسياحة التونسية؟ يجب أن يفكي هما يرتاحوا لك حسب ما يشوفوا تونس ما يعرفوش شنوع يصير بالضبط في البلد إذا ما أنت ترسيري باش هو يمشي يعمل يعمل الفاقونس كل شيء بكي يسمع اللي يزام فواشاك فوى فهم دي زلطونطة فهم دي مشاكل يخاف يقول لك أنا سينو معاتها فهم برشة فرنسية سي أنا نهز فيهم في الـ يعني اللي بليبادي مكليون هم دي فرنسية مرحبا تقدم التحية لليت حبيت الراحب ضيف يا حبيب دا بالتحية قبل الموضوع مرحبا بك سي وليد وليد المطوسي الصماتحي مرحبا بك مرحبا ممثل مهرجين المغاربي للكوسكسي تحب تحيي جماعة الكل في الخرطن حييهم خلينا ساعة قبل نحكي وعلى المهرجين هذا المهرجين المغاربي ومع أنتا بش يجيون مننا أشقائنا م المغرب وزائر وليبيا كيف هي مع انتا يكون الصورة غ quel هو مهرجين في دورته غي Script نظمته جمعية نقهة بلادي لأتي فخيري أول مرة نشارك شاركنا نهار لول نهار أربعة في الشهر الولايات يعني ترشحت أنا في المرتبالولة يعني هو تول مهرجين يهتم بالكوسكسي في كل معناتها العادات الأمازيغية والتقاليد التونسية كل بلاد طيبت يعني العادة متاحة انت هذا اللي جبتنا البرزجان مش البرزجان اللي هو بالضبط من باجة البرزجان والبرزجان ملكاف احكينا عالبرزجان شنو الخاصية متاعه وباش يتميزه شنو يختلف عالبرزجان مهضر البرزجان الباجي يعني نطيبه الحم في الصاص زعرة وبعد نجليه الحم بعد ميتين ونمرقه بالحليب والزبدة وشويه سمن ايه وبعد ما ايه وبعد ما نعمل يعني الحم نجليه ونمرق نخليها السوس تغلي ميسيرش تشبدو البرتابل وتسكروا ميسيرش ولو اني مكاركش نسيتو او ميسيرش باذي في انتظار كونك تسكر البرتابل هذي هذي تراش كولي تذكرك تاولتي في المباشرة مقلت لهم مش مشي للتنمزة تاوا خلينا نحكيه شوية كمالي البرزجان الباجي يعني يتيب تياب كله في بعضه يتيب البرزجان الكافي يفوروا الكوسكسي ويعملوا فرشة كوسكسي ابيض بلاش حد شي ويحطوا فوقوا الدجلة والفاكية ويعملوا فرشة اخرى كوسكسي ويعاودوا دجلة وفاكية مرة اخرى وبعد يزينو وياخذو السوس يخلطوها في الحليب هكيكة بارت مش كيفنا احنا على خطر احنا يغلي ويسقيوه وبعد يصبو عليه الزبدة احنا الزبدة والحليب والكل مع بعضوك فاما معنتها اي اختلاف كبير معرفة فيه زي دا كباشي طيب معتها كل حاجة في التفاصيل هو رو ما يتيبش بالكوسكسي يعني الشايح وتيواليد طباخة ولا طباخة؟ لا والله غرام اه مغروم وكاور يعني عنا برشي طيبو في باجات باركا اي 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 دو كنتي تعلمت بالغرام وحبيت تشارك هي مسابقة اوالله انا حبيت تمثل بلادي اي 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 فهي مسابقة ولا فقط بش تمثل بالمسابقة فما شروط معاينة يعطيك الصحة هي مسابقة اي اي اه يعني النهارلول بين الولايات شكون الولايات اللي تترشح بش تمثل الجمهورية التونسية معاة تزاير والمغرب اه وكان لي شرف حمدولله اه ترشحت النهارلول اي ومثلت الجمهورية التونسية النهار الثاني واخذت الميدالية الذهبية اي حصلت على الميدالية الذهبية اي اي مع المغرب وزاير مع المغرب وزاير يعطيك صحة اي حاجة بي بارشا مل وكيفاش توا الحكاية بيش تيقفوني وإلا انتو ما زيدا بيش تمشيوا للمغرب ولتزاير ان شاء الله الدورة الجاية مش نعملوها في تزاير بالقدرة وان شاء الله تونس ديما ان شاء الله بيه على كل حال حبينا هاو كانوا فيو بالكوزكسي التونسي وزيدا من عاداتنا وتقاليدنا الاوكليت متاعنا لماذا بينا زيدا حتى الاوكليت التونسية متاعنا تخرج لبرة اكثر ويعرفوها ويمكن احنا بيدنا رو في تونس مستحقين باش نعرفو شوية تفاصيل على لانه توا كما قلت لك انا ما نفرقوش ياسر احنا بين البرزقين والبرزقين وكل جيهات متاعنا كل جيهة وعندها الخصوصية متاع هي باجا عندها برشا تقاليد وبرشا تراث لكن يلزموا يحيا شوية لازم حسها يمكن تهتم بالمجالة ذي شكرا لك يعطيك صحة وليد لنا كذلك حبيتنا نقول شكرا لكل سيدة المشاهدين على مرافقتهم لينا نطلقوا